كده احنا طلعين حالا طيب يا شبيب انا سعيد جدا لما موجود معاكم ان شاء الله النادوة دي يكون مفيدة ان شاء الله احنا جالبا كده خلاص طلعنا كده احنا طلعنا تمام طيب انا حابب بس هبدأ كده في بول او في اسئلة تظهر قدامكم محتاج الناس اللي موجودة معانا تشارك بس وتحالي الاسئلة دي تمام هو مش امتحان يعني احنا بنسأل بس انت طالب ولا خريج وعندك خبرة في المجال ولا لا تمام ففي اسئلة مفروض ظهرت امام حضراتكم دلوقتي على زوم انا محتاج بس اتجاوبوا عليها ترجمة نانسي قنقر تمام هو خلاص قربنا. فيه تلاتة بس لسه ما تجاوبوش. طيب نكتفي بهذا القدر. الاسئلة او اللي انتم بيبطوا عليها النتيجة ظهرة امامكم دلوقتي ان في كلكو طلبة ومشاء الله. وعندي خبرة في التدريب ولا لا فيه تلاتة عندهم خبرة وفيه ستة ما عندهمش خبرة. تمام? طيب انا بحتاج حد من اللي عنده خبرة في التدريب يقول لي ايه خبرته. واللي يعرفه على التدريب. معايا. انا بحتاج بس حد من اللي كان عنده خبرة في التدريب يقول لي خبرته ايه? ويعرف ايه عن عن مجال التدريب? لا حدش عايز يجاوب ليه? انتم معايا سمعيني? طيب هو بشكل عام بشكل عام يعني انا اولا الاول لما بعمل محاضرات او ندوات مع طلبة. بس المشكلة دي بقى بلا على طول ان ما بيحبوش يعملوا انجاجمنت او تفاعل. لان بيبقون متعودين كده او متعودين على كده في المحاضرات في الجامعة يعني او ما شابه يعني. من قبل مرحلة الجامعية لحد مرحلة الجامعية. بيكون تقريبا السيشن بتبقى وان سايد جيم يعني بتبقى قاعد قدام الدكتور والدكتور بيتكلم قدامك وانت ما بتشاركش بنسبة كبيرة. او بشكل كبير تماما يعني الا في الجانب العملي بس. لكن خلاف كده مبيكونش فيه تبادل معلومات ما بينك وما بين الدكتور. بالنسبة للتدريب الموضوع مختلف تماما يعني التدريب بيبقى التدريب مع ناس كبيرة زي حضراتكم كده ناس عندها خبرات يعني فيه ثلاثة من نقوة عندهم خبرات في مجال التدريب. والباقي عنده خبرات تانية. فالمفروض المفروض احنا بنستخدمها او بنستغل النقطة دي اثناء التدريب اللي احنا نستغل خبرات المتدربين اللي موجودين قدامي. ونحاول نعمل لهم وتفاعل يعني تضمين في العملات التدريبية عشان الموضوع يبقى يبقى تدريب ما يبقاش تدريس. تمام؟ طيب عموما بشكل عام يعني انا البرنامج تدريب المدربين انا غالبا بديه للمدربين بيشتغلوا في تدريب الموظفين بشكل عام. يعني ده دامين لي يعني بنسبة تسعين في المية بيبقى التدريب ده لتدريب الموظفين. يعني قلال قوي لما بنلاقي تدريب لتدريب الطلبة. فعشان نبقى متجاوبين كده مع بعض. يعني انا المفروض وفكرت برضه قبل ما نبدأ مع بعض. المفروض في جزء عن التدريب نفسه كعلم التدريب وفي جزء عن المدرب بشكل عام اللي هو مهارات بقى البرزنتيشن سكيلز ومهارات العرض والكلام ده كله بشكل عام. فخلونا كده نبدأ بشكل بسيط نتكلم اول حاجة عن مجال التدريب الاول ولا نتكلم عن المدرب. تحبوا ايه؟ مجال التدريب الاول. مجال التدريب تمام. هنتكلم مع بعض عن مجال التدريب ولو لقتوني بس يعني بتكلم في حاجات صعبة شوية ممكن تسألوني. اول حاجة لازم نفهم يعني ايه تدريب يعني ايه تدريب. التدريب هو عبارة عن عملية انا بعملها كده عشان ايه نعمل تشينج او نعمل تغيير في ثلاث حاجات للمتدرب اللي قعد قدامي. ندي له معلومات مختلفة او معلومات زيادة عن اللي هو يعرفها وبندي له يعني مهارات زيادة ان هو يعمل الحاجة بشكل مختلف. وبنشتغل على نقطة الاتتتود او نقطة اللي هي المواقف بتاعته. تمام ازاي؟ يعني نغير ثلاث حاجات. بنغير knowledge, skills, attitude. knowledge وهي دي معلومات او المعارف ومعظم الناس بتشتغل عليها في التدريب. يعني معظم الناس بتشتغل على النقطة دي. ان انا بدي له معلومات معينة وبدي له المعلومات وخلاص، بس المعلومات اللي انا بدي له دي المفروض تتحول للفعل. الدون اللي هو انا بأخذ المعلومات دي. المفروض هتساعدني ازاي في ارض المواقع وابدأ استخدمها. هي ده المهارات اللي انا بأعلمك ازاي تستخدم المعلومات دي. وفي حاجة اسمها الاتTHEHD. الاتتي right game ده بقى اللي هو مواقفك ده يجاجها مواقف معينة، بساعد في تغييرها أثناء العملية التدريبية. عشان تتوافق مع الحاجة اللي انت بتتدرب عليها يعني بشكل بسيط حضرتك مثلا بتاخد تدريب عن ادارة الوقت ازاي تدير وقتك بشكل كويس وقت المذاكرة وقت الشغل الحاجات دي كلها ازاي يستغل الوقتي بشكل كويس عشان يكافي معظم التسقاط المهمة اللي انا بعملها في يومي في اول حاجة انا بعرفك يعني ادارة وقت وبيديك بعض المعلومات وبعد كده بعلمك ازاي تستغل ازاي تتنظم وقتك هي دي المهارات ودي دي حاجة مهمة جدا في التدريب ناس كتير ما تشتغلش عليه بدربك على مجموعة من الادوات تستخدمها عشان تنظم وقتك ازاي تحط مثلا هدف لحياتك ازاي تقدر تحط to the list او تحط list معينة تشتغل عليها اللي هي daily list اللي بتشتغل عليها كل يوم ازاي يبدأ بالمهم فالاهم الحاجات دي كلها وفي جزء الاتتيود ان انا حسسك اصلا اغير مواقفك تجاه الوقت يعني لو انت شايف ان انت ما بتضيعش وقت او الوقت مش كافل كل حاجة بغير طريق تفكيرك اللي هو الاتتيود اللي هو الوقت قام مش كافل كل حاجة بس لازم ارتب اولوياتي عشان وقت يكفل حاجات المهمة الاول وبعد كده لو بقى وقت اعمل حاجات المش مهمة وهكذا تمام التدريب هو عبارة عن تغيير بتلت حاجات زي ما احنا قلنا في معلومات في مهارات تمام اللي هو ازاي يخرج بقى ازاي يستخدم المعلومات دي في ارض الواقع تمام وفي اتيتيود اللي هو في طريق تفكيري خلاف كده لو في عنصر مش موجود ده ما اعتبرش تدريب طبعا احنا بنشبهها بالكي اس ايه بالسعودية كي اس ايه هو ده الترينينج زي ما حضراتكو كده شايفين في السلايد ده ولا بس انا عامل شير ولا مش عامل انا مش عامل شير اصلا مش حد ينبهني يا جماعة طيب فزي ما احنا قلنا كده اول ترينينج معلومات ومهارات والاتتتود طيب ايه اهمية التدريب بشكل عام اهمية التدريب لو انا بدي ترينينج او تدريب لموظفين ده بيبقى حاجة مهمة جدا بتقلل معدل دوران الموظفين ان الناس ما تمشيش لانك انت مهتم بهم وبتطور من اداءهم فهما بيقوا حاسين بالنقطة دي فبتفرق معهم بشكل كبير قوي زائد كمان ان لو في حد اداءه منخفض شوية انت بتشتغل عليه فبتعلق اداءه فبيفضل موجود معك حاجة تانية محافظ على العملة يعني لو اندربت الناس ازاي بشكل كويس ازاي تتعامل مع العملة فانا بحافظ على العملة اللي موجودين انا في حد بقيت عشان تمام برضو ده بيزود عدد العملة اللي موجودين الجداد لان انا بحافظ على القديم فعرف اجيب عملة جداد زيادة رضا العملة لان لو ان الناس عندي متدربة ازاي تتعامل مع العملة بشكل كويس او متدربة كويس فالعمل هيبقوا راضين في الآخر وربح المؤسسة هيبقى كبير في الآخر التدريب برضو بيقلل من الاخطاء انت عندك مشاكل معينة في الاداء فانا بدربك فبقلل من الاخطاء اللي بتحصل بقلل من الهدر او من نفقات اللي ممكن تحصل يعني فيه مثلا الى او فيه مكانة معينة موجودة في جيبنها المصنع فلو انا مدربتكش عليها هنخرب الدنيا لكن لو دربتك ازاي تستخدمها لا بقلل من الهدر ومن الوقت ومن الاخطاء وحاجات كتير جدا حاجة تانية التدريب كسم التدريب في الشركات بعد ما بيتعمل معاك الانتروفيو والريكروتمينت او قسم الـ HR بيعمل معاك الانتروفيو اللي بيعمل لك جالبا الوريينتيشن او بيعرفك الشركة بيعرفك اللي لي كل عليك ده بيختلف برضو على حسب الشركة فيها قسم التدريب ولا لأ ده بيكون قسم التدريب بيعمل اوريينتيشن للموظفين الجداد طيب فيه برضو عندنا مصطلح هنقوله دلوقتي فيه حاجة اسمها تدريب وفيه حاجة اسمها تطوير التدريب ده غالبا ان انا بدربك على حاجة عشان تبدأ تنفس بسرعة يعني انت داخل تشتغل في شغل جديد فبندربك على المسئوليات بتاعتك اللي هتطبقى ان شاء الله ومحتاجينها منك في الشغل ده عشان تدخل تبرفورم او تبدأ تشتغل على طول ده التدريب بيبقى short term focus ان انا على المدى القصير بدربك على حاجة معينة عشان تقدر تقدي الوظيفة بتاعتك في حاجة تانية اسمها development او تطوير ده بيبقى long term focus او بركز معاك على المدى الطويل عفوا ان انا باهتم بيك او بطورك لحاجة انت هتقوم بيها مستقبلا يعني انا وانت لسه مثلا ما زلت موظف انا بعلمك مهارات القيادة عشان تبقى مدير بعد كده او تبقى team leader بعد كده وهكذا او بحسن عندك جانب اللغة الانجليش مثلا عشان عن احتاجها بعد كده منك وهكذا فده بيبقى الفرق ما بين التدريب وما بين التطوير طبعا الشركة اللي بيكون فيها تطوير الموظف بتاع الشركة بيكون عنده انتماء كبير جدا للشركة بقاش عايز يمشي لان الشركة بتصرف عليه وبتتعب عليه وبتحاول تطور برضو من الحاجات اللي بتحتاج تدريب اوامية التدريب اللي هو واحد النقطة اللي كنا بنتكلم عنها تغيير المصارات الوظيفية ان انا كل ما يبقى فيه ترقية معينة انا لازم ادربك على البوزيشن الجديد اللي انت هتكون موجود فيه فده بشكل عام كده اهمية التدريب طيب هبقى مدرب انا لازم ابقى عارف حاجة اسمها الادلت learning principle او نظرية تعليم الكبار انا في التدريب انا بتعامل مع ناس كبيرة مش بتعامل مع اطفال فهل في فرق ما بين التعامل مع الناس الكبيرة وما بين الاطفال هل في فرق او حتى يعني حتى في الجامعة او في السنواء العامة بيتعاملوا مع الطالب كأنه طفل لكن انا المفروض في التدريب ده تعليم التدريب لا طب الفرق ما بين الاثنين باختصار شديد جدا تعليم الاطفال اسمه بيدا جوجي وفيه حاجة اسمها اندرا جوجي ده تعليم الكبار اللي على الشمال ده البيدا جوجي ده تعليم الصغار والاندرا جوجي تعليم الكبار باختصار برضو شديد اننا الاطفال دي بتكون معتمدة عليك جدا ما بتاخدش اي تسقاط تنفذها ما عندهاش اي حاجة تقدر تدفعلك الناس لسه ابيض على الزيرو فانت معتمد عليك بشكل كبير جدا ما عندهمش خبرات خالص عملية حتى خبراتهم الحياتية بتكون قليلة بيتعلموا اي منهج وبيروح المدرسة ما بيختارش يتعلم ايه يعني هو بيروح المدرسة بيتعلم اللي موجود اي حاجة موجودة فاي كريكلم او اي منهج عفوا بيتعلموا بيبقى محتاج توجيه بشكل كبير جدا اقول لي عمل ايه وما عملش ايه وبيلتزم بالمنهج زي ما احنا قلنا بالنسبة لتعليم الكبار الناس دي بتبقى اندبندند بتبقى عندها استقلالية شوية ما بتعتمدش عليك طول الوقت بيبقى عندها خبرات يعني لما بيروح ياخد كورس او عايز يتعلم حاجة وبيتعلم الحاجة اللي هو عايزها حتى لو هو موجود في الشركة في شركة معينة وفرضوا عليه تدريب معين لو هو من جواه ما عندوش الريدنس او الاستعداد النفسي والزهني والوقتي وكل حاجة انه يتعلم مش هتعلم اصلا انه الموضوع يبقى مش مهم اصلا بالنسبة له ويروح يضيع وقتك انه راح فصحة او رحلة وخلاص بيبقى محتاج جايد منك مش ديريكشن بيبقى محتاج بس ايه تبقى دليل ليه تقوله يعمل ايه يعني او تديله دليل ما توجهوش زي الاطفال يعني انا بدله يعمل ايه على حاجة معينة يذكرها حاجة معينة يبص عليها ونتناقش مع بعض بعد كده وبيبقى عندهم جول بيبقى عندهم هدف هو عنده هدف عايز يطلع من التدريب ده بايه زي ما حضراتكم كده موجودين معي فلازم لازم يكون صدر او اخد بالي جدا من نظرية تعليم الكبار دي وانا بدرب وانا بدرب الناس انا مش بدرب اطفال زغيرة انا بدرب ناس عندها خبرات بدرب ناس المفروض عارفة هي عايزة ايه بدرب ناس انا اقدر اعتمد عليها في التدريب لتنفيذ حاجات معينة وهكذا تمام فلازم اعتبر او لازم اخذ الموضوع ده يعني على محمل الجد وانا بنفذ اي تدريب فعشان كده لازم يكون فيه تفاعل لازم اعتمد عليهم لازم اطلب منهم تسقاط لازم يكون فيه بعض المرح في التدريب اللي احنا بنعمله دلوقتي ده مش تدريب دي ندوة ده انا بعمل ندوة او التدريب لازم يبقى فيه تفاعل مع المتدربين وهنشوف الكلام ده حالا مع بعض تمام عن طريق حاجات معينة انا بعملها ولازم فيه تسقاط معينة انا بطلبهم منهم ولازم الجو بتاع الترينينج يبقى فاني ويبقى لذيذ كده ويبقى فيه جيمز وحاجات من هذا القبيل طيب لحد كده نقف لحظات واشوف اسئلتكم احنا تكلمنا عن يعني ايه التدريب وقلنا اللي هو الكي اس ايه وتكلمنا على اهمية التدريب وتكلمنا على نظرية تعليم الكبار ايه الفرق ما بين التدريب وما بين التدريب وان التدريب باختصار شديد بيبقى همه ان انا وصل معلومات ياخد المعلومات دي يمتحنها في اخر السنة وينجح لكن التدريب انا بغير بديك معلومات وبساعدك على اكتساب المهارات اللي انت هتستخدمها تمام او هتساعدك في شغلك وبغير من طريقة تفكيرك او من توجهاتك عشان تناسب الوظيفة بتاعتنا تمام؟ طيب انا محتاج كده لو في اي اسئلة اه هو انا عندي سؤال هو المدرب اللي بيكون في الشركة ده هو بيكون برضو اتش ار ولا ده واحد وده شخص تاني مختلف خالص لان انا اعرف انه مثلا في اتش ار بخاص بقسم التدريب اي اه مرة كنت كده بتوصل مع شخصة بقول لان انا مدرب بس ف اي الفرق بينها تمام هو في اه شكرا لحضرتك او اسراء بس يا اسراء الموضوع وما فيه ان قسم التدريب ده مش هتلاقيه منتشر في كل الشركات يعني مش كل الشركات هتلاقيه عندها ترينينج يونيت او قسم تدريب اه لكن مؤخرا مؤخرا عدد الشركات او الشركات اللي بيكون فيها عدد موظفين كبير خصوصا اللي بتعتمد على الكول سنتر شركات الكول سنتر لازم بيكون فيها قسم تدريب مستقل بذاته وفيه مثلا الشركات اللي بيكون فيها سيلز وفيها بيعين بشكل كبير جدا برضو لازم بيكون فيها تدريب في شركات تانية ما بيكونش فيها قسم تدريب مختص بالشركة بس التدريب ده فانكشا او وظيفة من وظافة الاتش ار يعني مفروض الاتش ار اول حاجة بيكلم المتقدم او المتقدم على الوظيفة وبيجيبوا بيعملوا الانتروفيو بعد ما بيعملوا الانتروفيو اه المفروض بقى حد من شؤون العاملين بيمضي مع العقد والكلام الجميل ده وبعد كي يدخل على حد من قسم التدريب يدربوا على مهام الوظيفة اللي هيدخل عليها في بعض الشركات اللي مفهاش قسم تدريب بيدخلوا على طول على الوبريشن او بيدخلوا على القسم اللي هو داخل عليه يعني محاسب يدخل على طول على مدير الحسابات وهو بيتولى ان هو يعرفوا المهام المطلوبة منه تمام ده ده لو ما فيش قسم تدريب لكن في قسم تدريب بيبقى فيه بيدربوا على المهام مباشرة وبعد كده بيسلموا للقسم اللي هيشتغل فيه تمام طيب لو شركة ما فيهاش قسم تدريب بيبقى فيه حد في الاتش ار ده بيبقى مسؤول على بعض الحاجات اللي احنا نتكلم عنها كمان شوية اللي هو يحدد احتياجات التدريب الخاصة بالشركة ومن الموظفين اللي محتاجين تدريب وبعد كده بيحدد الاهداف اللي عايز يطلع بيها من التدريب وبيختار شركة من شركات التدريب هي اللي تقوم بالدور ده او بالمهمة دي تمام فلا ايه ما يبقى فيه موظف انا مثلا بيشتغل في مجال التدريب من 2011 انا كنت في قسم تدريب ولا زلت انا دلوقتي مدير قسم تدريب اه فانا معي مدربين بنقوم بتدريب الموظفين الجدد الا لو فيه وظيفة معينة متخصصة جدا احنا ما بنقدرش او ما عندناش التخصص ده فبنجيب احنا ما ندربه على بعض الحاجات وبنجيب حد متخصص هو اللي يدربه على النقطة دي. تمام? كده السؤال او الاجابة واضحة يا سراء ولا محتاجة تعضيح تاني? انا تمام جدا يا دكتور شكرا جدا. طيب حد يا جماعة عنده سؤال تاني? شباب في اي اسئلة تانية? طيب انا عايز اعمل تدريب عايز اعمل تدريب او الطلب مني تدريب معين. سواء في شركة او برا او مكان معين مثلا اه في شركة شركة خاصة بتدريب وبتعاقده معك كمدرب عشان تدرب الناس على حاجة معينة. فالمفروض المفروض ايه السايكل وايه الدايرة اللي انت بتمشي فيها كده عشان تقدر? تنفذ التدريب بتاعك تنفذه صح. تعالوا كده نشوف مع بعض. بيسموها كده تصميم الحقائب التدريبية او بالانجليش بتبقى instructional design اللي هو تصميم التدريب او design التدريب عشان اعمل تدريب انا عندي ده بنسميه instructional design. instructional design ده انا عندي كذا model كذا نموذج يعني مئات وهيقال الالاف من الموديلز. فاحنا فيه موديل شهير جدا اسمه ادي موديل تمام كلمة ادي دي دي بي نسميها في التدريب نسميها اكرانم اللي انا بجيب اختصارات بجيب حروف كل حرف بيمثل خطوة دي برضو من الطرق المهمة جدا اللي بيستخدمها في التدريب عشان الموضوع يبقى مموربول والناس تقدر تفتكر الخطوات عن طريق الكلمة دي فكلمة ادي تمثل خمس خطوات اول خطوة عندي حاجة اسمها اناليزينج او اناليزينج النيتز او ان انا بعمل اناليزز بحدد احتياجات التدريب وبحدد الناس دي محتاجة ايه بالظبط وبعد كده في حاجة اسمها الديفالب لرنينج اوبجكتف بحدد الهدف من التدريب يا مكتوب اينا غلط بحدد الهدف من التدريب وبعد كده بصمم البرنامج التدريبي ونيجي النقطة رقم اربعة اللي هي التنفيذ ابدأ بقى فعلا الكلام التلات خطوات دول ده قبل ما ادخل الكلاسروم او قبل ما ادخل الترينينج روم لازم فيه ثلاث خطوات قبلية اللي احنا اتكلمنا فيهم دول وبعد كده التنفيذ وفي الاخر بقيم هل الترينينج ده كان كويس ولا لأ فاول خطوة عندي الخطوة دي اللي بتفرق ما بين الترينر كويس والترينر الاي كلام يعني لما بيطلب منك تدريب انت لازم تدرس كويس قوي وتحلل الناس دي محتاجة ايه يعني ممكن تبقى حضرتك مدرب في الشركة معينة في حد طلب منك مثلا تدريب انا الناس عندي بتضيع وقت فانا عيد تدريب ادارة الوقت عشان الناس عندي عندها مشكلة في النقطة دي فانت تروح تدرب الناس على ادارة الوقت تلاقيهم اصلا هم ما كانش عندهم المشكلة دي خلص يعني هو مديرهم كان شايف ان المشكلة دي عندهم بس هم في الحقيقة ما عندهمش المشكلة دي فمنفعش ااخد الكلام كده على طول وابدأ انفذ انا لازم ادرس الاول وحلل يعني زي كده انا انا مثلا لما بروح لدكتور فبقول له انا عندي مغس هل بيبدأ يكتب الرشدة على طول يكتب لي الدواء ولا لازم يكتشف الاول لازم التشخيص صح لازم اشخص الاول المرض وممكن اصلا ما اكتبش الدواء دلوقتي مسلا محتاج تحليلات معينة او اشاعة معينة فما ينفعش حد يقول انا عندي مغس فاقول له بص دي عشرين دواء لامراض المغس والبطنة كلها اخدها اتعالج بيها كده المريض هيموت تمام فانا لازم اكشف الاول وبعد كده بكتب رشدة انا اول حاجة انا بعرف الهدف من التدريب يعني اول حاجة اللي هو اعرف اداءهم الفعل ايه يعني هما هو قال ان هما عندهم مشكلة في قدارة الوقت فانا لازم اعرف ايه المشكلة اللي عندهم ودي مؤدية الايه بالزبط يعني هل دي مثلا هما مجموعة من البيعين ناس بتبيع منتج معين فالمشكلة دلوقتي ان الناس مثلا بتجيب 60 في المية من التارجت بس ونقص 40 في المية فهو قال لك ان 40 في المية عشان ما بيستغلوش وقتهم صح تمام طيب انا الاداء الفعل اللي هما بيجيبوا 60 في المية المرغوب احنا عايزين يوصلوا مثلا لمية في المية من التارجت فكده انا عندي فجوة كام الكارنت برفورمانس والدزاير برفورمانس في جاب في فجوة في النص 40 في المية صح مفروض انا الاداء الحالي انا بجيب 60 وعايز اوصل لمية فانا عندي كده 40 في المية فانا دوري بقى ادرس اشوف سبب الفجوة دي ايه عايز اعرف سبب الفجوة دي ايه وكمان في الديزاير برفورمانس انا عايز اعرف ايه البيزنس جولز ايه اهدف المؤسسة ايه الشركة عايزة تعمل كده ليه طبعا عشان توصل للربح بتاعها تمام وفيه برفورمانس جول اللي هو انا عايز احسن ايه اداء الموظفين بتوعي ايه طيب انا محتاج اعرف انا اول حاجة عارفت الهدف وعرفت الاداء الفعلي من المدير اللي طالب مني او الشخص اللي طالب من التدريب وعرفت الاداء المرغوب عايز اعرف بقى السبب او بعض المعلومات عن المتزدربين بتوعي بعرف خبراتهم ومستواهم الوظيفي يعني انا قبل ما ابدأ تريننج معاك وهو ده ما اعتبرش تريننج اللي انا فيه ده خالص بس سألت عنكم عدد سنين الخبرة كلكو طلبة ولا لأ في ناس خارجة ولا لأ عندوك خبرة في التدريب ولا لأ عشان الموضوع يبقى مناسب يعني فانا باعرف بعض المعلومات عن المتزدربين عايز اعرف خبراتهم مستواهم الوظيفي عدد الناس اللي هتتدرب معايا قد ايه تعمل موجودين في مكان واحد ولا متفرقين في محافظات الناس موجودة في اكتر من محافظة عشان كل ده اشوف انا هعمل التريننج او التدريب ده ازاي هل كلهم عندهم نفس المشاكل ولا مشاكلهم مختلفة هل اللغات بتاعتهم ده لو فيه اكتر من دولة يعني لو لو شركة ملتناشنال او حاجة الناس لغتها واحدة ولا لأ سنها واحد ولا لأ جنسياتها واحدة ولا مختلفة لان التعامل مع الجنسيات مثلا مع السعوديين كمتدربين غير المصريين غير مثلا الهنود فالموضوع بيختلف لازم ابقى عارف ايه الاوديينس او المتدربين اللي انا هتعامل معاهم حاجة تانية ابقى عارف القيود المفروضة علي ازاي التكلفة اهلا انا عندي البودجت مفتوحة فممكن ادزاين تريننج بتكلفة عالية ولا الدنيا يعني التكلفة هتبقى قليلة شوية على حسب اهمية الحاجة برضو يعني على حسب اهمية التدريب نفسه هل هي حاجة عابرة ولا حاجة مهمة جدا واعتفرق معنا وهكذا الوقت المتاح قدامي وقت ولا ما فيش وقت قدامي يعني ممكن دلوقتي حاجات ممكن تتنفذ على زوم سريعا زم احنا بنعمل دلوقتي ومستوى الجودة انا عايز اوصل جودة التدريب اللي انا عايز اوصلها لها حاجة اي كلام ولا حاجة لازم الناس تتقنها على حسب تمام فده اللي بيتحكم بناء على كده انا بديزاين التريننج بتاعي على التكلفة والوقت والجودة اللي انا عايز اوصلها هلا يبقى تريننج ههيجز له في مكان يكون مكان محترم وشيك ويكون معي ادوات او جيمز للتدريب تكون غالية ولا لا تريننج هيبقى سريع على حسب ولا الحاجة دي المفروض فيه منتج جديد هينزل بعد يومين فلازم بسرعة نبدأ اني كاسكيدو ننقل ليهم معلومات عن المنتج ده على حسب طبعا زي ما احنا قول طيب انا اول حاجة اتطلب من التريننج فانا قعدت مع الشخص لطلب من التريننج عارفت ايه الهدف من التريننج هو عايز اوصل لايه وايه الاداء الفعلي وايه الاداء اللي هو عايزه الاداء المرغوب وبعد كده عارفت بعض المعلومات عن الاودينس وعن المتدربين بتوعي عددهم موجودين في مكان واحد ولا لا خبراتهم لان مثلا لو الخبرات متفوتها انا ممكن اجمع الناس اللي هي خبراتها مثلا خمس سنين مع بعض والناس اللي هي ما بين ثلاث سنين لاربع سنين مع بعض وهكذا هل كلهم احتياجاتهم واحدة ولا كل مجموعة معينة ليه احتياجات معينة فبعمل لهم تدريب خاص بيهم وهكذا وبعد كده القيود المفروضة عليها اللي في ضوءها ببدأ ادوزاين التريننج على حسب الشكل او على حسب التكلفة والوقت ومستوى الجودة اللي انا عايزه طيب انا عايز اجمع المعلومات عن الموظفين دول اول حاجة انا باخد ملاحظات مديرهم المباشر بروح اعب معاه باخد ملاحظاته عن كل الموظفين اللي موجودين معاه او المفروض يحضروا التريننج او اللي عندهم مشكلة وبعد كده ممكن اقعد معاه كل موظف لوحده او مجموعة كسامبل كده كناموزج من الموظفين اقعد مع مجموعة معينة لوحدهم وممكن بعد كده بعمل فوكس جروب ان انا ممكن اقعد مع المجموعة كلها مش كل موظف لوحده او مع اكبر عدد ممكن في بعض الحاجات اللي هي المناقشات الغير رسمية اللي هي ايه في بعض المعلومات كده واخنا بنعمل اللي احنا بنعمله ده سمو تي ان ايه او تريننج جنيد زعنالسل ده هو مشهور بل تي ان ايه ان انا بعد ما عدت مع الموظف هو عايز فاتفاضلي بس كلام كلام من فعش اروح اقول لمدير انه قاله فبتبقى منقشات غير رسمية وبتوضح لنا مشاكل كتير جدا ومحرج يقولها قدام مديره عشان كده احنا بنستخدم اكتر من وسيلة بلاحظات مديره اقعد مع كل موظف لوحده اقعد مع مجموعة من الموظفين بدون ما يكون المدير موجود في كلام بيتقال كده على السلم او بيتقال ما بيني وما بينه في حاجة تانية ان انا اقعد اعمل observation الاحظ الاداء بنفسي اشوف وهو شغال وهو بيبيع وهو بياخد مكالمات مع العملة تمام وهو بيقابل مثلا عملة اشوف انا بنفسي يعني ان امكن حاجة تانية بعمل survey او استطلاع رأيي مثلا على جوجل فورم او او اللي هو بتبع موجودة على جوجل درايف اعمل استطلاع رأيي معين وابعته لهم يجاوبوا عليه وارجع طبعا للHR دي وسيلة مهمة جدا بيبقى معظم الشركات بيبقى كل موظف عنده ريكورد او عنده سي دي هاي اكيد عند الHR فانا برجع لقسم الHR اعرف تاريخ الموظف ده تمام اعرف هو ملتزم ولا لا ماضي ورنينج او تحذير انه يترفض ولا لا عنده مشاكل يعني كلام من هذا القبيل بعد كده بعمل ايه؟ بعد كده انا جمعت معلومات كتير جدا بعد ما جمعت معلومات كتير جدا هروح بقى اعملها تحليل عشان اشوف ايه المشكلة بالزبط المشكلة موجودة فين ففيه طريقة من طريقة مشهورة جدا من طرق تحليل المعلومات عشان نعرف ايه فعلا اكتر الحاجات المؤثرة عليهم او ايه الحاجات اللي محتاجين نتضربوا عليها حاجة اسمها عضم او عظام السمكة الفيش بون الفيش بون زي ما حضراتكم شايفين تبقى عبارة عن سمكة لها سلسلة كده السلسلة ببقى خارج منها عضم زي ما حضراتكم شايفين بقى فيه حاجة الهيدلاين او الحاجة الرئيسية وتحتها الحاجات الفرعية اللي تخصاها يعني مثلا احنا عندنا مشكلة ان المباعات قليلة فلما عادنا بقى مع المدير ومع الموظفين والاتش او ار والكلام ده كله فلاقينا ولما انا لاحظت عملت اوبزوربيشن وعادت جنبهم وشفتهم وهم شغالين لقيت مثلا المشاكل التالية مثلا ان الموظفين عندهم مشكلة في اغلاق البيع يعني بيمشوا البيع كويس قوي بس ما بيعافش يقفلها في الاخر العميل بيبقى متشجع جدا انه يشتري بس بعد كده البيع لما بيجي يتابع معاه ما بتقفلش عندهم مشكلة في المتابعة انهم عملا كتير جدا ما بيتابعوش معاها مفروض يتابعوه لو تابعوه ده هيفرق معاهم جدا عندي مثلا حاجة تانية في التسويق ان الي اعلانات اي كلام ما بقى الليدز والارقام او الكاستمرز اللي بتيجي مش هي ده شريحة الفئة المستهدفة كويس يعني مسلا انا بستهدف فئة معينة تشتري فلل فالفئة المفروض اللي جايالي كلها مستوها المادي قليل جدا فمش دي الفئة اللي انا عايزها الادوات اللي بيستخدموها بيشتكوا بقى من اجهزة الكمبيوتر والسماعات اللي بيتكلموا منها وحاجات كتير قوي المديرين بيشتكي من مديره انهم مش بيحفزوا وطريقة التعامل مش قد كده بالنسبة لي العملات اللي بياخدوها لا تتناسب مع المجهود اللي هما بينفزوه والطارجة عالي قوي بعيد قوي يعني مسلا كل واحد مطلوب منه خمسة مليون وهو الطبيعي يبقى 2 مليون محدش بيجيب الخمسة مليون دي وفي عوامل تانية مثلا زي الحوافز مافيش بتتأخر والمرتبات اللي انتقالات مافيش انتقالات فلوس مثلا انتقالات مناسبة لهو مثلا بيشتغل في شركة ما ولازم يروح يعابل ليعمل ميتنج مع العملة فيبقى لابس بدلة فالمفروض يبقى فيه مثلا بدل انتقالات يركب اوبر يركب تاكسي عشان مايروحش منبهدل يعني تمام فانا بعمل تحليل زي محضراتكم شايفين انا اطلع مشكلة في الموظفين نفسهم وعندي مشكلة في التسويق في الادوات اللي بيستخدموها عندي عوامل تانية عندي السياسات الشركة عندي مشاكل في المديرين نفسهم حد يقول لي كده المفروض فين المشكلة اللي حلها ممكن يبقى بتدريب ايه المشكلة انا عندي ست مشاكل ايه المشكلة اللي حلها يبقى تدريب والباقي مالوش علاقة بالتدريب خالص يعني المدرب دم الساحر مش هيدخل يحل كل المشاكل اللي قدامكم انا عندي مشكلة واحدة حلها يبقى بالتدريب مين هيقول اللي هو تدريب الموظفين جميل جدا تمام يا محمود الموظفين مشاكل الاداء يا جماعة مشاكل البرفورمانس او الاداء اللي هو النوليج او سكيلز او الاتيتيود تمام المعلومات والمهارات والتوجهات تمام الاتيتيود فهي دي المشاكل اللي بتتحل بتدريب نقدر ندخل نديهم تدريب وندربهم معلومات مش عارفها بناديله المعلومات تاني مهارات حاجات مش قادر يعملها بندربوا عليها والاتيتيود ده بنعمله بقى ايه يعني بنحفزه يعني ممكن مثلا في خدمة العملة قبل كده انا عملت تدريب لكال 140 موظف كانوا في شركة ما كنت بشتغل فيها ال140 موظف دول عندهم مشكلة في التعامل مع العملة الاتيتيود طرقتهم نشفى قوي مع العملة طف مش لطيفة ردودهم بايخة قوي مع العملة فكان التريننج لما جيت عملته كان معظمه وشغل على النقطة دي على حتة انك ازاي ترضي العميل تمام فلازم ادخله من حتة بقى ايه ان العميل ده مهم حتى كنت تعمل لهم تقييم كرة شخصي قلت لهم كل واحد يجاوبوا منتهى الامانة يعني فكان فيه سؤال هل العميل ده سبب وجودك في وظيفتك ولا العميل عدوه معظمهم عامدين ان العميل عدوه فمجرد ان انا اصلا شايف ان عدوه او ما بيجيلي بحس ان اليوم يعني ما يعلم بيلا ربنا اول ما المكالمة تبدأ تدخلي وادائي بيبقى ناشف جدا مع العميل فلازم لا اغير لك تفكيرك لا العميل مش هدوك ولا حاجة العميل هو اساس الشركة بدونه الشركة هتقفل لو كل يوم بنخسر عملة عدد الموظفين هيقل وحاجات من ايه من هذا القبيل طيب احنا كده خلصنا خطوة مهمة جدا من الخطوات اللي بتفرق مبيد المدرب وبيسموه كده البقال اللي هو ايه مثلا انا عندي مشكلة في الناس في الكميونيكيشن او التواصل تعال ادهم لتريننج او الديهم تريننج انت عندك پريزنتيشن اسمها كوميونيكيشن بتروح على طول تديهم الكميونيكيشن طب انت عرفت وعندهم مشاكل ايه في الكميونيكيشن لان الكميونيكيشن ده يعني بحر حاجة كبيرة جدا مش حاجة قليلة فلازم عن طريق الوسائل اللي احنا قلناها دي اقدر اعرف مشاكل الناس ايه مشاكل الناس في الكمبيونيكيشن بالضبط تمام وابدأ اكاستمايز الترينينج ليهم يعني بابدأ افاصل الترينينج ليهم مش بديهم اللي عندي وخلاص طيب حد عنده اي اسئلة بخصوص النقطة الاولى او الخطوة الاولى المهمة جدا اللي هي اللي اسمها الاناليسيز او التين ايه او تحليل احتياجات التدريب الترينينج نيب الاناليسيز في سؤال في الشات اوكي طيب نكمل حد عنده اي سؤال طيب بالنسبة لشباب عشان برضو الترينينج ده انا بديل الموظفين واول مرة تديل طلبة التدريب المدربين ده هل الكلام صعب هل في اي مشكلة في الكلام لا لا تمام تمام اوكي طيب بعد ما حللت مجامعة المعلومات وعرفت المتدربين ومعلومات عنهم وعرفت المشاكلهم وحللت المشاكل وعرفت ايه اللي محتاج يتدربهم عليه يعني ده محتاج خلاص انا كده اطلعت ان هما عايزين يتدربوا ازاي يقفلوا البيعة وازاي يتابعوا مع العملة بشكل فعال وبشكل مستمر لكن الحاجات دي انا برفعها للإدارة بقى وهم يحلوها الحاجات التانية دي زي مشاكل المدرين زي مشاكل الأدوات التسويق برفعها للإدارة انا مساحل انا مش هحل كل المشاكل دي طب ندخل الخطوة التانية من التدريب نشوف كنا في سؤال اوكي جميل جدا عندي حاجة اسمها تحديد الهدف من التدريب او اللي هو ان انا بعرف عايز احدد انا عايز اعمل ايه يعني ايه هدفي انا رايح فين وجاي منين تمام ناس كتير جدا بتتجاهل النقطة دي بس دي حاجة لازم 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 تتعمل في بداية اي تدريب اوكي يعني لو لاحظتوا انا هرجع للبرزنتيشن اللي انا عملها دي في الاول ده كانت اهداف مثلا الندوة مع نهاية هذه الندوة المتدربين هيكون عارفين يتابعوا نموذج ادي اللي احنا بنقوله دلوقتي ازاي يقدر يجمع ويحلل المعلومات لازم اكتب انا الاهداف دي قدامي قبل ما ابدأ اصمم التدريب اخرج بالاهداف مثلا هنا يحدد مثلا اكتابة الاهداف بطريقة احترافية يصمم المحتوى التدريبي ازاي يحضر للتدريب ازاي يعمل اعداد لقاعة التدريب ازاي يقايم التدريب دي الاهداف اللي انا حطتها اوكي فبعد ما خلاص انا جمعت المعلومات بحط الاهداف ففيه موديل شهير جدا في الاهداف اسمه ABCD انا لازم هنا بحدد الهدف اول حاجة الحضور مين الحضور وايه الحاجة اللي هتتغير بعد التدريب اللي هو البيهيفير او ايه الحاجات اللي هعملها بشكل مختلف بعد التدريب سواء معلومات او مهارات في حد بشتكي من الصوت وبس لو حد عامل ميوت ممكن يعمل بس وغالبا كله عامل ميوت طيب وبعد كده مثلا اه يعني فيه شرط كده اللي هو ايه التغيير ده يحصل امتى ودرجة التغيير هتبقى عاملة ازاي اللي هو باختصار بنقول كده باي زا اند اوف زاست ترينينج زا ترينيو البي ابل تو او مع نهاية هذا التدريب سوف يستطيع او سوف يكون المتدربين قادرين على هي دي الجملة تمام اللي هو مع نهاية التدريب سوف يكون المتدربين قادرين على وباكتب بقى هم هيكون قادرين على ايه قادرين على ايه في دوق ثلاث حاجات برضو ايه المعلومات الزيادة اللي يعرفوها ايه المهارات الزيادة اللي هيتعلموها وايه هي اكتسبوها وايه اه طريقة التفكير اللي هتختلف معاهم والتوجهات اللي هي هتختلف معاهم ازاي مثلا انا هو في مثال احنا شفنا مشاكل الناس اللي هو معنا هيت اللي عندهم مشكلة في المتابعة او في اغلاق البيع فقلنا معنا هي تزيد دورة التدريبية سوف يكون الحضور قادرين على المتابعة مع العملة عبر الهاتف بشكل فعال المتابعة الجيدة مع العملة عن طريق الواتساب ازاي زود معدل الاغلاق البيعي عن طريق التدريب على طرق الاغلاق المختلفة هو ده الهدف اللي انا حطيه وانا ماشي بهدف غير لما يكون ماشي كده يعني ايه على بابا الله زي ما بيقوله ماشي كده بدون اي هدف فلازم حط الهدف تمام والهدف ده انا بكون ملتزم من نهاية الدورة لو بكون عارف مدتها قد ايه وبحط الترينج بصمم الترينج والنقاط اللي انا اشرحها في ضوء المدة دي اوكي فده الهدف من التدريب قبل ما نروح بها للخطوة التالتة فالهدف من التدريب باختصار شديد جدا يعني الموديل ده عشان ما بقى الصعب بس عليكم مع نهاية هذا التدريب اللي هو الكونديشن ده سوف يكون المتدربين اللي هما الحضور اللي معايا قادرين على اللي هو بقى التغيير اللي هيحصل ده تمام ودرجة التغيير ده انا بكتبها بقى في الاهداف يعني المتابعة الفعالة اتقان المتابعة او اتقان اغلاق البيع على حسب الدرجة في بعض الحاجات مش مهمة فمعرفة مثلا المعلومات التالية بشكل سطحي او على الحاجات الفلانية يعني في سؤال كده قبل ما تنقل الخطوة التالتة من فاطمة وظيفة المدرب ان يكون عارف في الماركتينج والحر والبر وقدرت اعمال وتنظيم الوقت والمهارات التواصل والصفت سكيل يعني من الاخر كل حاجة عشان ندربه صح ولا ليه عمل محدد لا طبعا المدرب ما ينفعش يبقى عارف ده كله يعني ما فيش انسان هيبقى عارف ده كله المدرب فيه حد بيبقى في مجال البنوك يبقى مدرب في مجال البنوك في فنيات معينة في البنوك مثلا حد تاني مدرب في الصفت وير في حد بيبقى مدرب في البرمجة في حد بيبقى مدرب في حاجات ليه علاقة بالصيدلة وهكذا يعني فكل حد اولا المدرب ده لازم يبقى عنده حاجة من ساميها zone of fire او اللي هو ايه يبقى عنده knowledge وال experience وال delivery skills اول حاجة ال knowledge يلقى المعلومات عن الحاجة اللي هيدربها وعنده خبرة فيها يعني انا عايز ادي مهارات القيادة عايز اعلم الناس ازاي تقود ناس ازاي اعلمك ازاي تبقى قائد وانا ما كنتش قائد يعني ممكن تلاقي مدرب لسه صغير عنده حاجة 22-23-25 سنة مش بالسن بس هو لسه لسه مختلطش بناس لسه مبقاش مدير لناس لسه ممارس القيادة هو مجرد ارع عنها اذاكرها بشكل كويس خد كورسات ده لما يجي ادي training ده مش هبقى مقنع لكن حد تاني لازم عندي knowledge المعلومات والخبرات في الحاجة دي ابي عندي خبرة فيها طيب انا ما عنديش خبرة في البيع فروحت واخد كورسات عن البيع وقريت كتب عن البيع فمنفعش ادربك ازاي تبيع وكمان ممكن مثلا يعني ممكن انا عندي خبرة في البيع في مجال معين في الحاجة معينة فانت في العقارات هبقى صعب برضو اتواصل معك بس الى حد ما لو انا عندي خبرة في البيع عموما هو عناصر البيع او خطوات البيع واحدة في كل اي منتج انا ببيعه من الابرة للفيلة يعني نفس الخطوات يعني البيع اللي في الميترو ده في بيعين جمدين جدا بيمارس فعلا كأنه تعلم البيع بس هو عنده خبرة يعني هو محدش علمه تمام فوحاجة تانية بنسميها بقى الباشون الشغف لان الوظيفة بتاعتنا دي متعبة ومقرفة جدا للي شايفها كده لازم بقى عند الشغف وعند الرغبة ان انا اعلم ناس وان انا اغير في ناس والموضوع اصلا يعني ده يعني بتؤجر عليه في الدنيا وفي الاخرة انك توصل معلومة فالموضوع كويس قوي بالذات لو انت ولازم بقى تبقى people oriented يعني انت بتحب اصلا تتعامل مع الناس وبتحب تتواصل مع الناس تمام فالمتدرب لازم عنده knowledge معلومات عن الحاجة اللي هيدربها المدرب sorry عنده الخبرة في الحاجة اللي هيدربها وعنده passion عنده اصلا الشغف انه يدرب لانه ممكن الحاجات بتعيدها كتير ايه الوقفة كتير الشغلانة متعبة مش شغلانة سهلة خالص وكتير جدا من اللي بيمارسوا الشغلانة دي بعد سنين هما مش فاهمانة يعني ممكن بقاله خمس سنين شغال مدرب هو اصلا من جوه هو مش مدرب يعني هو شغال الوظيفة بس هو محبهاش بالشكل لبقى فعلا لحد يدخل يعمل change ويغير في الناس احنا قلنا training هو change في knowledge في المعلومات والمهارات والاتيتيود ده اصعب حاجة اصعب حاجة ممكن تغيرها في الانسان اوكي كده يا فاطمة انا تماني اكون جاوبتا على سؤالك بشكل كويس يعني تدريب المدربين عبارة عن ايه التدريب بيكون اي نوع منهم معلش انا ممكن السؤال تاني اه يعني انا اللي فهمت منك يا فاطمة تدريب المدربين عبارة عن ايه هو تدريب المدربين كورس لاي حد عايز يبقى مدرب في مجاله يعني تدريب المدربين ده انا بضربك ازاي تبقى مدرب في مجالك بصلك وهو حاجة مهمة جدا يعني حتى ممكن انا بقى مدير مدير لناس في شغل واخدوا الكورس ده عادي عشان اعرف ادرب اي موظف جديد ييجي اعرف اتعامل معاه اقدر اعرف اطلع المشاكل فيهم بالزبط وهكذا تمام كورس تدريب المدربين النقطة بقى اللي انت قلتها اشهر المدربين بيشتغلوا في ايه بيشتغلوا في اللي هو الصفت سكيلز الناس بتشوفها انها سهلة بس هي مسهلة خلص يعني لازم تبقى مذاكرها كويس ولازم تبقى فعلا عندك خبرات يعني هدي كوميناكيشن للناس وانا اصلا كوميناكيشن بتاعت زي الزفت فهبقى مقنع ازاي هدي مهارات القيادة للناس وانا مش قاعد هبقى مقنع ازاي اوكي فقاس فيها في ناس بتاخد الوظيفة دي اكل عيش اكثر ما هي يعني الوظيفة نفسها اوكي طيب اول حاجة حللنا ايه الهدف من التدريب احنا عايزين نوصل لإيه حللنا حتياجات التدريب الناس دي محتاجة ايه بالزبط ومشاكلها فين بالزبط وبعد كده حطيت الهدف انا عايز الناس دي تطلع بايه مع نهاية الترينين ندخل بقى في خطوة تانية التصميم ناس كتير جدا اصلا احنا في الخطوة التالتة ايه في ناس كتير الخطوة التالتة دي اصلا يعني غالبا ما بتوصل عايز اعمل تدريب بجيب الباوربوينت بحط عليه النقط اللي انا عايز اتدربهم عليه وخلاص فالموضوع الباوربوينت دي وسيلة من ضمن الوسائل وسيلة من ضمن الوسائل انا ممكن ما استخدمهاش خلص ممكن حاجات تانية تغنيني عنها فهي مش كل حاجة الباوربوينت تمام طيب بعمل ايه بعمل حاجة اسمها مخطط التدريب ازاي انا دلوقتي هدل الناس دي الترينينج الترينينج مثلا تلع اونلاين عشان ما فيش وقت ان انا جمع الموظفين دول ما عايزين نشتغل على المشكلة دي بسرعة والاونلاين انا شخصيا ما بحبهش يعني ما بحبهش الخيار الاسوأ يعني بس لو مضطرين لي ايه طيب وفكركم انا بعمله ده مش ترينينج انا ندوة وباخد اسئلة لكن الترينينج بقى مختلف خالص لازم تبقوا مشاركين معايا ومتفعلين معايا وديكم حاجات تعملوها وشوفها وهكذا طيب التدريب عند اربع ساعات قسمت مثلا لتو سيشنز او جلستين تو سيشنز عندي الجلسة الاولى هتكلم مثلا اسمها المتابعة مع العملة يعني عندي مشكلتين المتابعة والاغلاق هنتكلم عن اهمية المتابعة مع العملة بغير في الايه طريق تفكيره يعني يعني بقوله ايه انت او عندك مشكلة في البيع ومش عارف ايه بس انت عندك كم عميل ما تبعتش معان طيب عندك خمسين عميل ما تبعتش معان طيب لو تبعت معاهم حتى لو انت شايفهم مش مهتمين مش ممكن اطلع باثنين او تلاتة يشتروا مني لان العميل بيهرب اي حد مننا بيبقى اا لو راح يشتري منتج عنده جزء عايز يشتري المنتج وجزء تاني بيقوله اخلع يعني بلاش بيحاول ما يخلوش يدفع فلوس وكي ده جوه كل انسان فينا فانا بحفظ عندك الجزء اللي يخليك ايه تشتري مني المنتج فالمنتج ما بيباعش نفسه حتى لو كان احسن منتج في العالم طب اداب بقى المتابعة العملة عبر الهاتف اتابع معاك ازاي وانا مفروض ما زنش عليك وارن عليك مرة او اتنين بالكتير ومارنش تاني في وقت معين خلاص ما ينفعش اتابع معاك طب ازاي تابع معاك بشكل كويس على الواتساب انه ما بعتش رسائل كتير ابعت لك رسائل تشدك انك تكمل متابعة معايا لو في عروض معينة جي حاجات معينة وهكذا اغلاق البيع مثلا قسمناها لثات حاجات مراحل البيع ازاي اتعامل مع الاعتراضات العميل بدأ يعترض في حاجة معانا او يشكك في حاجة معانا ازاي اتعامل معاه وازاي عند طرق مختلفة للاغلاق على حسب جهازية العميل للشراء وعلى حسب تجابه معايا اثناء المكالمة او اثناء عملية البيع يعني في حاجة بنسميها اغلاق افتراضي اللي هو ايه بين اول اللي العميل عايز يشتري فخلاص انا بقوله طيب تحب نمضي العقد ايه امتى ما بقوله انت عايز تشتري ولا لا ممكن اقوله انت عايز تشتري ولا لا بالنسبة كبيرة جدا مخ ويقول لا وهكذا في عندي حاجة اسمها تيكا وي ان اديك الحاجة تجربها لو المنتج ينفع تجربه اديك ديمو او حاجة معينة تجربها او اديك سامبل عينة من المنتج تجربها ممكن لو انا كنت روحت معاه للطريقة دي العميل كان يشتري مني وهكذا فانا عملت مخاطة التدريب تعالوا نفهم بقى كده التدريب بيبقى عبارة عن ايه او الجلسة او بتبقى عبارة عن ثلاث حاجات زي القصة بالظبط لما اجي اكتب قصة او فيلم بيكون في بداية وسط نهاية احنا التدريب برضو ببقى فيه انترو مقدمة ببقى فيه باضي اللي هو المحتوى وبيبقى فيه الخاتمة اللي هو الكلوزنج او النهاية اوكي اول حاجة في المقدمة في حاجة لازم تعملها حاجة مهمة جدا اسمها او قصر الجليد اننا عندي عشر متدربين موجودين قدامي لسه اول مرة ييجوا اول مرة يشوفوني اول مرة يشوفهم اول مرة يشوفوا بعض يعني ما يعرفوش بعض فأعمل معهم حاجة اسمها ايس بريكينج ايس بريكينج يعني لو كتبت انشطة قصر الجليد او ال ايس بريكينج على الانترنت اطلق انشطة كتير جدا بس الهدف من ان انا عرف مثلا اقول لكل واحد اعرف نفسك ايه خبراتك عدد سنين خبراتك الكلام ده كل يعني وممكن احط سؤال كده فاني كده لذيذ يعني لازم احنا بتتعامل مع الناس كبيرة فلازم لسيشن يعني لازم تبقى فاني بشكل كبير يعني مش هتبقى ارجوز دخل لهم بس لازم بقى في كده روحة الدعابة زي ما بيقولوا فبسلا اقول كل واحد يقول اكتر حاجة بيكرهها واكتر حاجة بيحبها او كل واحد يقول تلات حاجات فيهم حاجة مش حقيقية عنه يقول تلات حاجة واحنا نخمنها ايه الحاجة اللي مش حقيقية فهتلاقي الناس بدأت تفك كده مع بعض وبدأت تتفاعل وبدأوا يتعرفوا على بعض يعني فيه انشطة كتير جدا لانشطة كسر الجليد عشان ويتناقشوا مع بعض لان انا هستخدم ده في التدريب معظم التدريب انا باعتمد عليهم اكتر ما باعتمد علي يعني 70% من السيشن انا بديهم جيمز وانشطة معينة وحاجات معينة يعملوها مع بعض فلازم يتعودوا على بعض ويفقوا كده حاجة تانية في المقدمة انا باعرف الـ توقعات المتدربين يعني انتوا عايزين تعرفوا ايه زي ما انا بعتلكوا كده اللي انتوا عايزين تعرفوا النقط اللي انا بعتلكوا وانتوا شفتوه وانا درسته قبل ما ادخل للسيشن وعرفت التوقعات بالنسبة كبيرة جدا لازم اعرفها ده بنسميها Mini TNA Mini TNA لو فاكرين TNA لها training نيجز انا لسيز اللي هو اول خطأ بعملها بحلل الناس دي محتاجة ايه بالزبط عشان يديهم الحاجة اللي هي محتاجينها مش بديهم اللي عندي وخلاص لو بديهم حاجة هم مش محتاجينها السيشن هبوز ويخرجهم الترينينج ده ينسوه ولا فرق معهم الترينينج الصح اللي هو يفرق مع المتدربين لانه هيستخدموه في الواقع بعد كده فبعمل Mini TNA بعرف توقعاتهم ايه وهم محتاجين يعرفوا ايه لانه ممكن لأي اللي هم عايزين يعرفوه غير اللي انا اتفقت مع فانا حتى قبل قالوا لي العدد وقالوا لي الناس خلفياتها ايه والناس دي بتتتعامل مع العملة على الريسيبشن وممكن تتصل حد يتصل بيهم فيعرفوا اي بي ايه فياخدوا بقى خدمة عملة وياخدوا سيلز وحاجات كده ومهارات تواصل وإدارة وقته وتنظيم المكتب بتاع حاجات من هذا القبيل روحت بقى عينك ما تشوف إلا النور لقيت بقى يعني جايبين من كل قبيلة رجل يعني المفروض رأى حد الفئة دي حتى انا رحت المكان ده واعدت مع ناس شغالة بالفعل اعمل لهم ورائبهم انا لقيت جايبين مديرين جايبين ناس من قسم الائتي مش عايب جايبين هم ليه جايبين اا يعني بص اجايبين ناس من الـ HR فانا مش عامل لكم الترينج الترينج فشل طبعا فشل يعني كان هو اليوم ده وبعد كده ما كملناش لازم يفشل يعني موضوع كان صعب جدا لان الباقي ما كانوش مستمتعين اللي كانوا مستمتعين وحاسين الترينج خاص بيهم الناس بتاعت السيلز وبتاعت الناس اللي وبعد عليهم اهداف التدريب عشان بعارفين رايحين منين وراحين فين وادون يعيب الزبط وبحط بقى الرولز بتاعت التدريب اللي هو امتى نسأل امتى نجاوب المواعيد التعامل ما بين ما بين بعض نختلف في الرأي بس ما نتخنقش حاجة كده ده المقدمة ندخل في حاجة تانية بقى اسمع البادي او المحتوى هدف المنطقة دي او المرحلة دي ان الاهدف اللي انا قلتها لهم في المقدمة هدف انها تتحقق في المحتوى ده بقى لهو ده الفترة اللي انا بديهم المعلومات وادربهم على المهارات وابدأ اشوفهم بيعملوا الحاجة صحة ولا لأ طب ما بيعملها الصحة ابدأ اديهم تدريب عليها تاني وادهم تغذية راجعة او فيدباك اعرفهم فين المشاكل بالضبط هو ده التدريب لازم يبقى عملي بشكل كبير جدا يعني انا بدربك ازاي تشتغل في وظيفة خدمة العملة مثلا فانا يعني من ضمن حاجات بدربك عليها ازاي تقدر تتعامل مع العميل الغطبان مثلا فبخلي واحد يعمل انه عميل انت بتتعامل ازاي هلطبقت اللي احنا قلنا ولا لا يعني قلتك لازم تبقى هادي جدا لازم تسيب العميل يقول اللجوا ويطلع اللجوا ولازم تبقى مركز معاه عشانما تسأل تسأل اصلا صح هو هكذا ولازم تتعطف معاه ونبرد صوتك تبقى متعطفة معاه فشوف ده والله ما قدرت تنفذ ده خلاص ما قدرت تنفذ انا ببدأ قديك فيدباك واقول لك ايه اللي نقصك بالظبط تمام وبعرفك ازاي تستخدم الكلام ده في الواقع العملي ده ده فترة المحتوى ان انا الاهداف اللي انا قلتها دي لازم تتحقق او لازم تتعلم خلال فترة المحتوى يعني انا اعلمتك ازاي تتابع مع العملة فنعمل مع بعض واشوفك بتتابع ازاي الواتساب اخليك تشاهد معي على الواتساب واشوفك بتتابع ازاي كويس ولا لأ تمام وناخد فيدباك واشوف رأي زمايلك ايه طب موضوع الاغلاق اضربك على طرق الاغلاق ونشوف انت بتستخدم الموضوع بشكل صح ولا لأ وممكن بعد اصلا اخذك في الشغل اخليك تعمل مكالمات حقيقية واشوفك بتنفذ ولا لأ ده بنسميه OGT او On Job Training ترينينج جوه الشغل اشوفك واتديك فيدباك الكلوزينج بقى الهدف ان انا لخص اللي تم لخص وقايم المتدربين اقايمهم طبعا كل واحد وبقا فيه عند سكورشيت بعرف كل واحد ايه ناقص وامي المشاكل اللي عنده وهكذا واقول لهم بقى مقترحات لتحسين اداءهم وكمان هم يقدر يقيم المدرب نفسه يعني بقى فيه فورم معينة يقيم المدرب عشان المدرب يشوف الفيد باك ويبدأ يشتغل على نفسه في الحاجات اللي ناقص وفي حاجة اسمها وير تجو اللي انا اقولك ادربك دلوقتي على ازاي تبقى مدرب اللي احنا بنعمله ده مش هيزيد عن عشرة في المية عشرة في المية ازاي تبقى مدرب انت بتعرفه في التعليم تمام وعشرين في المية بتعرفه من اللي حواليك المدربين اللي حواليك زميلك الناس اللي معاك في الشغل تمام بتتعلم منهم في حاجة تانية بقى سبعين في المية ده هاند زون اكسپيريانس اللي انا حطي ايدك في الحاجة ان انا اللي انت تحط ايدك وتشتغل فده ده ده اللي بيفرق معاك جدا فاحنا في فترة الترينينج هو عشرة في المية بس الباقي ده العبء على عاطق المتدرب نفسه بعد الترينينج يبدأ يتعلم من زميله يبدأ يتعلم بقى عن طريق التجربة لازم عرفه يروح فين ويعمل ايه الترينينج برضو مساحر يعني طيب بعد كده انا طلعت مخطط التدريب وبعد كده قسمت الجلسة عندي اللي هيتقال في المقدمة وفي المحتوى وفي الكلوزنج نيجي بقى ده فورم كده معينة فورم جميلة جدا انا بصراحة يعني بقى دي 3 سنين مسلا باستخدمها مش اكتر بس لما استخدمتها فرقت معايا قوي مسلا ده هنا اسم الجلسة مسلا ده ده اسمها المتابعة مع العملة مدتها ساعتين اهدافها هي حطتها ان انا اهدافها عن الناس تتابع مع العملة بشكل فعال عبر الهاتف والمتابعة الجيدة مع العملة عبر الواتساب تمام مسلا ان ده الوقت المطلوب ده الكيس ايه اللي انا هشتغل عليه اللي هيتغير عندهم knowledge ولا skills ولا attitude وده النشاط او الطريقة اللي انا هستخدمها وده الادوات المظلوبة مسلا اول 15 دقيقة انا دي عاملها لنفسي يعني لازم تعملها لنفسك ابل اي تدريب اول 15 دقيقة انا هعمل ice breaking ان انا هديهم ايه هتعرف على اسم وخبر كل واحد فيهم وهطلب منهم من كل واحد يقول ثلاث اشياء عن نفسه حاجة منهم غير حقيقية واطلب من الباقي يخمنوا الحاجات دي فايتحكوا مع بعض كده والدنيا هتبقى لطيفة بعد كده 10 دقايق باشتغل على حتة attitude انا برضو هشرح لكم عن ايه attitude برضو عشان ناس كتير بتخلط ما بينه ما بين behavior behavior مثلا لو سألت 100 عن attitude هيقول لك سلوك او 99% منهم هيقول له سلوك ان attitude سلوك صح attitude من السلوك خالص attitude السلوك جزء منها attitude بيكون ايه باختصار شديد جدا العقارب العقارب احنا شايفين العقارب ازاي كان العقارب شايفين ازاي حد كده يجاوبني العقرب العقرب احنا شايفين ازاي عادي عادي شارك حد بيحب العقارب جماعة حد شايفه كائن سام اسراء مثلا وبخاف منه جميل جدا لو شفتي اسراء هتعمل ايه وما بحب الشكل طب لو شفتي لو في عقرب زار قدامك هتعمل ايه هقتله لو قدرتي هنجري تمام او هنقتله هبعد عنه طيب بالزبط كده جماعة في حاجة اسمها كاب كاب سي اي بي او بي سي اي بي اول حاجة الكوجنيتف السي اللي هو الجانب الادراكي اللي هو ايه انا عندي ادراك ان العقرب ده حاجة سامة وحاجة مؤزية وحاجة بتموت تمام فده الادراك بتاع اللي انا اكتسبته او التعبان عندي ادراك ان التعبان حاجة مميتة فيه بعد كده الايه لو شفت التعبان ده افكت افكت تأثير اول ما بشوفه بخاف تمام فانا يعني اول ما بشوف التعبان بقدرك ان ده التعبان او ده العقرب السام المميت اللي بيموت وبعد كده بيحصل لتأثير اللي انا بخاف وبيحصل لي بقى بيهيفيار او بأضر السلوك اللي هو الجاري بجري اللي هو كوجنيتف وبعد كده افكت تأثير وبعد كده بيهيفيار اللي هو السلوك اللي هو بقدرك المعنى ثم اتأثر ثم اضر سلوكا تمام فهو ده ده الاتتتود يا جماعة الاتتتود هو التلاتة على بعض مش السلوك يعني مثلا العقرب اللي احنا اضربنا بمثال فيه لو دخلتوا على اليوتيوب وكتبتوا تجارة او حلب العقارب فيه ناس هنا في مصر بيشتغلوا في الموضوع ده اللي هو حلب العقارب بيجيبوا السام بتاعهم الجرام بيتبع بعشرين الف دولار وتلاقي في دكاترة وصيدلة انتم طبعا غالبا علوهم صح ففيه ناس خارجة علوم وصيدلة بيشتغلوا في الموضوع ده وتلاقي الفيديو على اليوتيوب فيديو لطيف جدا اللي هو اللي حاول او فيه شخص معين غير توجه لحية العقارب قالك طب انا ممكن استفاد منهم فعمله تأثير ان الموضوع ده هيبقى مربح جدا تمام فيه احمد حسين بيقول او بناخد منه السم ففيه ناس شفيته بشكل ايجابي فعرفت تتعامل معاه تمام والسلوك معاه لا بتتعامل معاه عادي يعني مفيش مشاكل خالص اوكي فهو ده انا ساعات بيجيلي موظف الموظف ده مثلا عنده مشكلة لانه شايف انه ما بيبيعش بسبب ان مشاكل في الارقام اللي بتجيله في العملة ومش عارف ايه فبنبدأ بقى نقنعه ان لأ زمالك بيبيعهم من نفس الارقام بتعاملوا مع نفس العملة وهكذا وبنبدأ نوضح له ان ايه يعني عميل انا عدت تابع معاه ومشتريش فانا لازم السلز ده لعبة ارقام لازم يحاول مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وهكذا بغير من طريق تفكيره حد تاني اول ما بيسمع صوت العميل في خدمة العملة بيحصل لش مئزاز فبيبقى عنيف جدا مع العملة فبنى نوضح له ان انت عميل برضو حط نفسك مكانه وهكذا بغير شوية من توجهاته حد تاني في الوقت يقول لك انا ما عنديش وقت اعمل اي حاجة والوقت والدنيا ومش عارف ايه ومش عارف اخد الكورس الفلاني والفلوس فبنبدأ نغير من طريق تفكيره ونقول له انت ممكن احسب وقتك كده طب الوقت اللي انت مستهلكتوش دلوقتي على الحاجة دي هتعمل دا امتى طب ما انت عندك ممكن تاخده اونلاين طبعا ما ما معندكش وقت وهكذا فهنا عشر دقيق بنلعب على حتة الاتتتود اللي هو بشرح له دور المتابعة الفعالة في اغلاق البيع المتابعة مهمة جدا في اغلاق البيع والادوات اللي انا هستخدمها حاجة اسمها مناقشة المجموعة اللي الناس هتتناقش مع بعض تمام مثلا هتديهم هطرح الفكرة دي وبخلهم يتناقشوا مع بعض ونشوف النتيجة ايه مثلا بعد كده 30 دقيقة بتابع مع العملة عبر الهاتف بشكل فعال اللي هو بتديله معلومات ازاي يعمل المتابعة دي وبدربه عليها هعمل حاجة اسمها استخدم داس مع الرور بلاي او لعب الادوار بجرب معايا بيعمل كأنه عميل او كأنه موظف البيع وببدأ اتابع معايا وشوفه كأننا عميل وشوفه بيتابع صح ولا لا مثلا وهنا نفس الفكرة بتديله معلومات ومهارات ازاي مثلا نتابع مع العمل عبر الواتساب فهنا نستخدم نظام اسمه المحاكاية مثلا اننا اخليه يفتح الواتساب بتاعه ويتابع معايا على الواتساب بتاعي كأنه كأننا عميل وهكذا فالمقصود من النقطة دي برضو في التصميم خلي بالك معظم المداربين بيستخدموا اسلوب واحد اسمه البرزنتيشن او اللي هو المحاضرة ودي اداة واحدة من ضمن ادوات كتير جدا من ضمن مئة اداة مثلا ممكن استخدمها ودي اضعف اداة اضعف اداة يعني برضو لو قسمنا الموضوع 10-20-70 المفروض 10% يبقى محاضرة 20% المفروض انا بديهم رأي وفيدباك عن السبعين في المية اللي هو السبعين في المية ده يبقى المتدربين اكتف يعني لازم السبعين في المية يبقوا فعالين عن طريق طرق معينة تخليهم فعالين وشغلين دماغهم شغالة مش قاعدين بيسمعوا منك وبعد ما يتبقوا حاجة معينة 20% انا بديهم رأي والفيدباك وايه الصح غلط 10% بس ده المحاضرة يعني لكن الناس بتبقى 90% محاضرة او 100% محاضرة ده مش تدريب خالص كده بيشتغل على knowledge بس تمام فدي المحاضرة المفروض معدل استرجاع المعلومات اللي ناتج عن محاضرة بيبقى 5% حاجة اسمها learning pyramid او هرم التعلم اضع في حاجة فيه خمسة لو محاضرة الناس تفتكر 5% بس من المحاضرة بعد اسبوعين لكن لو انا عملتها مناقشات مثلا مناقشات ان يتناقشوا مع بعض الناس هتفتكر 50% تخيل لو انا عملتها نبقى فيه انشطة معينة بيعملوها الناس هتفتكر 75% لو انا اضيت لهم task معينة وقلت لهم وانت موجودين برضو في كلية عملية اضيت لهم task معينة وقلت لهم طبقوا task دي او خدوا الحاجة دي وتعالوا اشرحها لنا يعني خدوا الحاجة دي ادرسها كويس وتعالوا اشرحها اللي درسها ده هيفتكر 90% منها عمره ما هينساها لانه تائف فيها جدا تمام فده الفرق بقى ده التعامل مع الناس الكبيرة ده مش طفل صغير انا هتدله الحاجة فعلا وهتدله جايد ودليل معين هيقدر يمشي عليه وهيقدر ينفذ الحاجة فانا اعتمد على المتدربين معظم الوقت صحي كده يا بحميد ده اللي بيفرق في المحاضرة اللي الناس تنام فيها والمحاضرة الكويسة المحاضرة الناس التنام فيها انا كنت خارجت جارة عن شمس يعني انا كان احسن مكان بحب انام فيه المدرج لما كنت تعبان بدخل المدرج انام لده كثرة معينة كأن يعني قصة القبلة فضيلة يعني كأنه بيحكي حدوتة فالموضوع بيبقى جميل واول من المحاضرة تخلص كنت بأصحى من النوم وبقوم على طول طيب احنا عندنا مثلا من ضمن طرق توصيل المعلومات قديوا منقشات اسئلة واجوبة ويتناقشوا مع بعض اطرح فكرة معينة اديهم حاجة يقروها اا يعني اتخيل انا ممكن حاجة بدل ما انا اقراها ادي له يقرا يعني هو فده حاجة يعني معقولة كويس واناقشهم في اللي اروا اا عنشطة التخمين نشاط معين يخمنوا حاجة طب ايه رأيكم دي ولا دي فيديو معين بيشرح حاجة معينة بدل ما انا اشرح وعيد فيها اديهم الفكرة الفيديو لو هيوصل للفكرة اا القاء المحاضرات هي جزء صغير بس من الطرق دي تمام ايه تاني ممكن استخدمه في طرق توصيل المعلومات المرئيات اللي هي البرزنتيشن اللي هي البرزنتيشن الصور عن طريق الصور بقدر يربط ويفتكر عن طريق مثلا فيه ناس بتتبع صور وتحطها على الحيطة بشكل ملون الرسومات معينة حاجة بتبقى لطيفة جدا بتخلي الناس تفتكر يعني انا بعمل اي حاجة تخلي الناس تفتكر اللي انا قلته عشان يطبقوه يسترجعوه حاجة اسمها ريتنشن او انه يسترجع المعلومات دي في الوقت المناسب في وقت التطبيق اللي محتاج يطبق فيه طبعا جيمز معينة بتبقى لطيفة جدا مثلا كتايب بدهولهم في بعض المعلومات اللي انا قلتها عشان يفتكروه او ملزمة مثلا كروت معينة ممكن استخدمها في لعب معين عليها صور معينة رسوم بيانية خرائط الخرائط الزهنية دي حاجة روعة جدا بنسميها ميند ماب يعني انا حتى في الجانب العمل اللي استخدمتها في شركة كنت بشتغل فيها اللي احنا كنا بنشرح تقريبا يعني انا كنت بشرح الحاجات دي لما كنت مدرب جديد كان 150 خدمة بشرحهم في يومين بقى قعد الناس في الترينينج روم وزي ما كون بقفل بيش هيخرج من هنا ان انا عمال عمال حشرح 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 واجي بعد اليومين الاقي معدل الريتنشن او الاستعادة للمعلومات لما اسألهم واحد في المية خمسة في المية عشرة في المية في الكتير في الكتير قوي كنت بلوم الناس يعني مش بلوم نفسي كنت بلوم الناس اكتر بلوم نفسي بس طبعا ده غلق جدا تمام بعد كده لما نضقت شوية في الكارير ده وفي المجال ده بدأت مثلا ايه المية وخمسين خدمة دول عملتهم في خرائط ذهنية مثلا اسمتهم خدمات مثلا الرسائل كانت شركة شركة تبعة شركة التليفون محمول يعني او خدمة عمل الشركة احد شركات التليفون المحمول مثلا خدمات الرسائل الخدمات الصوتية خدمات مش عارف ايه اسمتهم كتيرس كده وكل كتيرس وبقيت اعمل هايلايت على الخدمات المهمة بس فاندت لهم overall view على الخدمات بشكل بسيط قوي عن طريق خريطة وفي نفس الوقت خلتهم يركزوا على الحاجات المهمة بس والباقي قلت لهم بشكل عابر كده فالنتيجة كانت هايلة جدا وكانت كويسة جدا كده انا استخدمت حاجة برضه اسمها باريتو اللي هو التمانين عشرين انا شفت ايه اكتر عشرين لو هم ميت خدمة اكتر عشرين خدمة العملة بيسألوا عنهم فركزت قدتهم تمانين في المية من تركيزي لكن الاول كنت بركز على كل الخدمات في المحصلة بتبقى وليلة جدا وكمان انا لما هشرح حاجات كتير هاتها في خريطة لما تشرح حاجة كبيرة حطها جوه خريطة انت بتجمع علوم الصورة في خريطة بدل ما يبقوا مثلا 30 صفحة ممكن احطهم 30 صفحة عادي بس انا لازم صفحة تبقى مجمع كل حاجة بشكل خريطة كده جميل قوي يعني عشان ايه يحفظوا الدنيا تمام زي خريطة مصر مثلا انا منفقش مثلا ابدأ معاك اعرفك محافظة محافظة انا لازم المفروض بقى انا عايز اتأكد انك استوعبت المعلومات دي ولا لقى عن طريق ايه عن طريق اسألك اسأله واجوبة واشوفك بتعرف الناس تجاوب ولا لقى عن طريق اختبارات معاينة ممكن اعملها كده انا اتأكد الناس استوعبت ولا لقى عن طريق مسابقات انت بتتعامل مع ناس كبيرة بس واحد اسمه بوب بايك ده الاب الروحي للعلم التدريب ده متكلم ان المتدربين دول بيبز ان بيج بودز يعني احنا المتدربين هم اطفال في اجسام كبيرة يعني اوما تخرج بره الجزء التقليدي ببقى فيه مسابقات وبتاعة تلاقيهم بص كانهم اطفال رجاء وتاني لزمن الاطفال حتى لو انت عامل المسابقة على بسيطة قوي هتلاقي عمال عايز يكسر الدنيا عشان ياخد التشوكولاتة دي تمام مثلا المراجعات الناشطة ازاي ان انا اخليهم هم اللي راجعوا مش هنا اللي راجع يعني مثلا اقول لهم يا جماعة انا شرحنا شرحنا ثلاث حاجات اسمتهم سري جروب او ثلاث مجموعات كل جروب هيراجع الحتة الفلانية وعلق لهم ورقة في البتشارت على الحيطة او او ديهم ورق معين يكتبوا عليه اي كانت الطريقة يعني بس كل ما بتخرج برا التقليدي كل ما الموضوع هيبقى لطيف والحاجات دي بنلاقيها في سامير سامير وعلي الورق واللزق اللي بتلزق على الحيطة وبتشال بدون اي اثار بنلاقي الحاجات دي اللعب في التدريب والبحث الذاتي ان انا تديك بحث معين تدور على حاجة معينة ونقشك فيها بعد كده دي الطرق اللي بتشوفك انت استوعبت بها المعلومات ولا لا او درجة استعابك للمعلومات كانت ادي يعني كان عندنا طرق لتوصيل المعلومات وطرق لاستعاب المعلومات المقصد هنا برضو ان القاء المحاضرات هي طريقة من ضمن الطرق واضعف طريقة ممكن تستخدمها المحاضرات متعتمدش عليها بشكل كبير مجرد انا موصلهم الفكرة العامة واعتمد على انشطة معينة يبدأ بقى يستخدموها طب عندنا بقى طرق التطبيق اللي هو اكتساب المهارات واكتساب المهارات اهم حاجة في التدريب على فكرة لان اللي كان فيه بحث كده من جامعة هارفرد بيقولك ان نجاحك في شغلك بيكون 85% منه مهارات و15% معلومات او knowledge فالمهارات الاكتر المهارات اكتر اللي هو التطبيق فيه ناس بتبقى شاطر اوه اكاديمية في الجزء الاكاديمي شاطر جدا تخرجوا للواقع ما بيقدرش يطبق او عايز يطبق الحاجة بحظافرها وده ما ينفعش يعني فيه بعض الحاجات على حسب الشركة اللي انت رايحة عملت national ولا national ثقافتها ايه فلازم تبقى عندك مرونة فهنا مثلا محاكات الواقع اللي هو ايه بنسميها simulation اللي انا اا بديك حاجة تطبق عليها كعينك في الشغل تمام يعني كعينك في الشغل بالضبط وخليك تطبق ودي بيعملها مثلا في كليات الطب شوفت في كلية عالمية موجودة في دولة عربية متقدمة او في التعليم فكانوا بيجيبولهم مجسمات يعني شبه الانسان بالضبط ويبدأ يضرب عليها بدل ما يروح بقى مستشفى جامعي ويقرب الدنيا والكلام ده كل فانا بخليك تحاكي حاجة محاكاة للواقع خليك تعمل ممكن حاجة قريبة منها شوية اللي هي الروي بليز او لعب الادوار اللي انا خليك تلعب الدور هي قريبة قوي منها تلعب الدور اللي انت هتلعبه في الشغل اشوفك انت قدرت تنفذه صح ولا لا جيمز اللي انا قلت ممكن اشتراب من سامير وعالي ومن بينجو من الفجالة جيمز معينة عن طريقة قادر اشوف انت اكتسبت الموضوع ده ولا لأ حاجة تانية اللي هو مشروع اديك بروجيك ومشروع معين انتو كمجموعة تنفذوه يعني في تدريب المدربين ده المفروض بنديكو مثلا بروجيك في الاخر ده لو سيشن بقى لو ترينين كامل لو بتاخدو كامل تدريب المدربين بنقسم كل واحد لو واحده على حسم المكان وبنشوف وبنطلب منك لحاجة معينة هتيجي تعمل لنا عليها تدريب بشكل عام فبنشوف انت طبقت ده او مدى تطبيقك كان عامل ازاي بديك كيس حالة معينة مثلا بدربك ازاي تقود الناس فقولك عندك موظف واقع ف اشتغل عليه وريني هتشتغل عليه ازاي عنده مشاكل في الحاجات الفلانية مثلا فيه ممكن المدرب نفسه يعمل ايه يعمل حاجة قدامهم دي بمسميها demonstration ان انا هعمل حاجة قدامك وشوف وشوفني دي حاجة من ضمن الحاجات بس دي يعني انا بعملها وبعد كده لازم اخليه هو كمان يطبق يعني باعلمك برنامج معين على الكمبيوتر فبعمل قدامك الحاجة وبعد كده اقول لك طبق وهكذا بقيس بقى فعالية التطبيق او اكتساب المهارات دي عن اقايم التطبيق اللي انت عملته اقايمك وشوف دراجتك كام والسكور بتاعك كام وبنتفق على حاجات معينة بتنزل تنفزها في الشغل بقى بشوفك الخطة اللي احنا اتفقنا عليها انت طبق طوال لأ وتبعك يعني ده انا اكتفيت بالنقطة دي بنقطة المعلومات والمهارات ما دخلتش في نقطة الاتتتود بس بالنسبة للاتتتود او تغيير المواقف مثلا ببدأ ايه في ناس بتبقى محباطة شوية مثلا فبالذات الموظفين يعني فببدأ بفيديوهات معينة حفزك بكصص معينة اقلهمك وحفزك يعني ان مثلا حد مثلا فشل كتير جدا ومعضي كنا نجح زي ايدسون مثلا واحد اسمه جاك ما اللي هو اغنى رجل في الصين فشل كتير جدا ومترفض كتير جدا وهكذا هاي طيب ايه الادوات في تصميم التدريب احنا ما زلنا في الخطوة التالفة محتاجها احنا اتكلمنا ممكن لو ملبس او ايه حاجة تبقى معاك حاجة بتفرق جدا هتخليهم مركزين معاك عشان ياخد الملبس او تشوكولة الصغيرة وطيفر يعني حاجة مش هتكلفك الحمد اوت اللي هو طبعا المتيريال اللي يستلموها اللي فيها الملزمة اللي فيها المحاضرة يعني حاجة حاجة بمسابها مانوال اللي هو الدليل بتاع المشارك قريبة شوية من الهند اوت طبعا ممكن يبقى فيه نوت يكتب عليها يبقى فيه قلم حاجات يعني كده القعدة بتاعتك او تصميم الديزاين ال ال او القعدة بالضبط لازم تبقى ايه احسن ديزاين انا ممكن لنفذها شباب من السريد ديزاين اللي حضراتكم شايفينها يعني ايه احسن ديزاين حضراتكم ممكن تبقوا شايفينه ان انا ديزاين فيه الترينينج روم بتاعتي او القعدة بتاعت الناس انا عندي ثريد ديزاين فيه فاطمة قالت التاني واسراء قالت التاني حد عنده رأي تاني التاني التاني جميل طيب ليه التاني ليه التاني هو احسن حاجة جميل جدا فاطمة قالت عشان اكون متابع من الجميع كل الناس شايفيني واكون شايفهم وفي نفس الوقت يكونوا شايفين بعض عشان اقسمهم جروب متفاعلين وشهم فرش بعض لو فيه منقشات معينة فدي احسن قعدة لكن اول قعدة دي اسوأ قعدة اللي انا هتشمع للرو دي بترجعنا للمحاضرة وللفصل اسوأ قعدة الكلاسترز دي اننا بقسمهم مجموعات ده لو العدد كبير جدا يعني 100 او حاجة فوقتين او 200 يتقسمين على الترابيز بس دي مش بتبقى احسن حاجة بيبقى عصبات لكن احسن حاجة حاجة حرف يو هو ده حاجة جميلة جدا سهل يتحركوا سهل يتنقلوا من اماكنهم لو بقسمهم شايفين بعض في تفاعل معاكم مع بعض فالموضوع لطيف ده احسن حاجة في اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو يعني اللي قبل روحي للتدريب زي ما احنا قلنا قانون اخر ساعة يعني قبل ما تدخل التدريب انت بتوصل للمكان بساعة او بنص ساعة بالكتير قوي يعني لازم توصل بادري حاول تبقى مرتاح ونام كويس عدي على الحمام اعمل بقى عامل الحمام تبقى مرتاح تبقى كل حاجة اه وشك لو فيه مناديل على وشك او انت بتغسل وشك حاجات بسيطة كده ممكن تبقى تخلي شكلك مش كويس تتأكد من مظهرك الكلام الجميل دا كل اه اتأكد ان الغرفة كل حاجة تمام وعلى فكرة سعب بقى قابلها بيوم بروح المكان ازوره اشوفه اتأكد ان هقف فين الناس هتقعد فين شكل اطلب منهم السطب والشكل اللي انا عايزه كلام الجميل دا كله فيها بروجيكتور ولا لا فيها شاشة ولا لا لو فيها شاشة كبيرة عشان نستشوف ولا السماعات كل الادوات اللي انت عايزها اروح بدري طبعا زي ما احنا قلنا وادخل طبعا قابليهم اكون انا موجود وخليك متفائل ومبتسم اللي بتسمى بتقلل من التوتر في حاجة برضو بقى اثناء التنفيذ بقى هندخل بقى لتنفيذ التدريب احنا خلصنا ثلاث خطوات يعني بتكلم باجاز يعني بتكلم باجاز سريع جدا اول خطوة التن اي او الترينيج نيجز انت حضرتك لازم تكشف الاول لازم ما ينفعش تصلخ قبل ما تتبع زي ما بيقول لازم تكشف الاول لازم اعرف المتدربين اول حاجة اللي طلب مني التدريب عايز اعرف اهدافه ايه بالزبط والوضع الحالي ايه والوضع اللي عايزهم عليه ايه واهداف المؤسسة ايه وايه الحاجات اللي عايزهم تتغير في المتدربين بعد التدريب بقب مع المتدربين بشوف طبعا بسألوا عن خبراتهم مساهم الوظيفة عددهم موجودين فيين اللغة السن كل الكلام الجميل ده بعرف ايه بقى التكلفة ممكن تبقى عاملة ازاي الوقت اللي قدامي الجودة اللي عايز يوصل لها لان كل ما بقى عايز جودة اكتر كل ما مدد الترينيج بتبقى اطول كل ما تكلفة الادوات اللي بستخدمها بتبقى اغلى طرق جمع المعلومات بلاحظات المدير بسأله عنها بسأل المدير وبسأل الموظف بعض مع كل الموظف لوحده ممكن اعود مع مش لازم اعمل ده كله بس اكبر عدد ممكن من الطرق دي هيساعدني اعود مع مجموعة منقشات الغير رسمية دي حلوة اوو بتطلع لك حاجات كتير اوو في المستخاب كده اعمل وراعي بأداءهم استطلع رأيهم بأسئلة معانا بعتها لهم في مثلا الـ HR برجع لسجلات الـ HR بحلل البيانات بعد كده بشوف المشاكل الخاصة بالموظفين المشاكل بقى التانية بقسمهم كده وانا بشتغل على المشاكل الخاصة بالاداء هي دي اكتر حاجة بتفرق معي او دي اللي بشتغل عليها بعد كده حللت احتياجات التدريب بحدد الهدف اللي هو بنهاية هذه الدورة التدريبية المتدربين هيكون قادرين على ايه وراعي انه هو ياخده ال-K وال-S وال-A اللي هو المعلومات المختلفة اللي هيعرفوها المعلومات ايه المعلومات اللي هيعرفوها وايه المهارات اللي هيتعلموها والحاجة اللي هيعملوها بشكل مختلف وايه طريقة التفكير اللي هتختلف معهم تمام بعد كده بعمل كده مخطط التدريب بشوفه بقسمه وكم ساعة كم جلسة كل جلسة اسمها ايه وهتكلم في ايه وراعي طبعا اللي هي بتبقى مقدمة وبداية ونهاية اللي هي من الاخر الشكل الجميل الوقت المطلوب قد ايه ايه اللي انا محتاج اغيروك ايه ولا ايه ولا ايه ايه النشاط اللي هيحصل وايه الاداة اللي انا هستخدمها تمام ببقى بفصصها كده عشان الشغل يطلع مزبوط يعني ممكن ايه من الادوات تبقى لعبة معينة لملعبها وهكذا بعد كده احنا اتناقشنا بقى في الايه طرق اللي ممكن استخدمها في الكي وال located ايه احنا وكلمنا الكي والreas بس اللي هو ايه طرق اللي ممكن اوصل بها المعلومات وايه طرق اللي بقى بعرفهم ما استوعبوا المعلومات ولا لا وبردو ايه طرق اللي بدربهم على المهارات بيها فعالية التطبيق دي كانت عاملة ازاي? والادوات اللي ممكن ابقى محتاجها? وشكل التريدنج رومي بقى عامل ازاي? والكلمة في قانون اخر ساعة قبل التدريب. في اسئلة. اوكي. رأي حضرتك نتكلم على التنجزات اللي لازم اعملها لو انا رايح ادرب. ادرب مع مدرب في الشركة. مش ممكن بس توضيحي اسراء. اه لو حضرتك انا مثلا نازل تدريب بقى في شركة معينة. تمام? اه هيدربني مدرب وكده يعني. تمام? ايه ايه تدربني? او اتصرف ازاي? او اتصرف ازاي بحس ان انا هاخد اكبر قدر من الاستفادة منه. وكده يعني. بص يا اسراء. هو معظم العبء بيبقى علاعاتك المدرب. بس انت من ناحيتك. اول حاجة بس لازم الحاجة اللي انت راح تدرسيها او تدرب عليها تكون انت عايزاها. ده اول حاجة. حاجة انا عايزها وحاجة انا احتاجها فعلا. انا مش راح كده وخلاص. تمام? فلو انت عندك اصلا اتدافع لكده. وان هي هتفيدك. في تحقيق هدفك. او في تحقيقه يعني الجول والهدف بتاعك في الاخر. انت هتبقى متحمسة جدا. فانت بتبقى عايزة الحماس. وعايزة برضو انا راح هتدرب لازم بقنام كويس. ابقى مستعد. اه. ابقى معا الادوات بتاعة الالم والورقة تحسبا لما مش معاهم الادوات دي. واطبق اي حاجة بيقلوها ما تكسفش خالص. ما تكسفش نهائي. ابدأ اطبق كل حاجة. واسمع كلام المدرب بتاعي. ولو عندي تسكة معينة لازم اخدها ورجعها وانفزها على طول. تمام? اه فدي بالنصائح اللي انا ممكن اقولها لك ان انت تعمليها. اوكي? كده اسراء محتاجة اي تفاصيل تانية? اه تمام شكرا جدا لحضراتك. اه محتاجة نصيحة طب طب انا واعمل ده كل ازاي يعني انا رايحة مكان جديد وشركة جديدة ويعتبر ما اعرفش حد. نصيحة. وفانا اعمل ده كل ازاي? معلش ان اسف اسراء صدقا بيقطع ممكن تقولي تاني? اه انا هعمل ده ازاي يعني واسأل وكده انا رايحة مكان جديد وشركة جديدة والناس بتعامل معهم جديد وانا اصلا طالبة وهم مثلا الناس كبار وكده. فانا هعمل ده ازاي? او المفروض اصطرف ازاي مثلا انت ما اقل لي موقع او كده. بص يا اسراء. اه. يعني بصي انت اصلا لما بتروحي. انت اول حاجة قبل ما تروحي تدريب. انا برضو معرفش التدريب. انت هتروح تبقى موظفة هناك. ولا مثلا انت طالبة ومسلا في طالب في كلية التجارة بيروح يدرب في بنك مثلا. فغالبا حتى لما بيروح يدرب في بنك مش بيبقى مدرب هو اللي مسؤول عنه. مدرب شغلته انه بقى مدرب ممكن يبقى موظف موجود هو اللي بيدربه. اه. وزا ما احنا قلنا اصلا الموضوع للتدريب المدربين ده انا لازم اتعلمه. ايان كانت وظيفتي عشان اللي بيبقى عنده الملكة في تدريب اي حد داخل جديد بيبقى مؤهل اول ان هو يبقى فمانصب قيادي في المكان يا. فنيجي للنقطة دي لما انا اروح هناك. انا المفروض بيتعامل معي orientation. بيعرفوني المفروض الهدف من التدريب ايه والتفاصيل ايه والكلام ده كله فده انت بتعرفين من هناك. وبتسألي يعني ما تكسفيش ابدا انك تسألي لو في حاجة انت ما تعرفهاش. بس يعني الموضوع ان انا اتعود على ناس وعرف اتعامل معهم دي برضو على العاطق المدرب زي ما احنا قلنا. بس انا المفروض يعني برضو دي مشكلة بتقابل ناس كتير حتى كان بتقابلني او ما اتخرجت من الجامعة حيث تتواصل مع الناس شوية بس دي عادي يعني بقى بروح تدريب بفك مع الناس مع الوقت. بلابدأ نتعامل مع بعض عادي مفيش مشكلات. فالموضوع مش هيبقى صعب خالص. تمام؟ تمام يا دكتور شكرا جدا لحضرتك. هو بس الموضوع كله بيبقى اكتر على الترينر وانتي بالنسبالك اا لو انا راح شغل معين انا بختارش الناس او التدريب ما بختارش الناس او الناس بيتبقى مفروض علي فالمفروض انا ايه اتعامل مع كل الناس بش اختار الناس اللي هتعامل معي. طب اثناء تنفيذ بقى التدريب. وانت بتدرب الناس في تنفيذ التدريب بقى لما روحت خلاص دربت الناس او دخلت التريننج روم. خلي بالك فيه تكنيك اسمه. سي بي ار. سي بي ار تكنيك. السي بي ار ده اول حاجة بيقولك لما تيجي تدرس للناس. مدة التدريس ما تزدش عن تسعين دقيقة. ما تزدش عن كام? احنا احنا قربنا على تسعين دقيقة بس هنخلص علي. ما تزدش عن تسعين دقيقة عشان الناس بعد كده دماغها هتنفجر. تسعين دقيقة ولازم ياخدوا بريك. تمام? مش اكتر من تسعين دقيقة. حاجة تانية كل تمن دقيقة. ما تسترحش وتقعد تدخل في المحاضرة وتقعد تحاضر بشكل كبير لان المحاضرة مش حلوة الاسلوب ده مش حلو. لازم اشجع الناس ان هما ايه? يدخلوا معايا يعني او يتفعلوا معايا. طب ايه رأييك يا جماعة? حد عنده رأي معين في النقطة دي. طب حد يقول احنا قلنا ايه? طب حد يقول احنا استفادنا ايه? كل تمن دقايق بالكتير لازم يحصل تفاعل من المتدربين. كل عشان ديه لازم اعمل ريفيزيت واراجع الجزء اللي ايه? نراجع او اخلوهم هما ليراجعوا. طب ايه كده في مشكلة. فلازم معدل المحتوى ما يزيدش عن تسعين دقيقة المدة لازم يبقى فيه مشاركة كل ثمان دقايق. لازم كل عشرين دقيقة نعمل مراجع على اللي تقل. لان هما مش memory card يعني. مش خازنا. حاجة تانية بيقولك start your session with bang. كلمة اسمها bang. والكلمات دي من طرق واساليب التدريب. حلوة قوي. اساليب توصيل المعلومات دي طريقة اسمها اكرانم. انا ملتقاش. فالطرق بس دي مهمة جدا ان انا ايه ممكن اجمع اجمع كلمات على بعض. اديهم كلمة. الكلمة دي افضل اعيد عليها كذا مرة. عن طريق الكلمة دي يقدر يفتكر. ايه مكونات الكلمة دي. يعني اول حاجة ال b. اللي هو اسمه. خلي بالك. لازم اخلي الناس اثير انتباهها في الاول. يعني ابدأ مقدمة قوية جدا كده. وتبقى الدخلة دخلة قوية جدا. اللي هو بناء الاهتمام. build interest. تمام? وعن طريق انا عرفت توقعاتهم. وبقول لهم طبعا ايه اللي هيخدوه. الكلام ده واهمية التريننج ده معاهم هتأثر عليهم في ايه. والكلام ده كله. تمام? حاجة تانية. الايه اللي هو. انا بسأل الناس طبعا. ايه اللي هما يعرفوه. وايه اللي هما عايزين يعرفوه. الكلام اللي احنا قلناه في الايس بريك. تمام? وبحط بطبعا. نوت the ground rules. وبحط ايه بقى للقواعد بتاعت التدريب. وانا بستني منهم ايه والالتزام والكلام ده. حرف الجي اللي هو. بخليهم يشاركوا. واستغل خبراتهم السابقة. زي ما احنا قلنا لأنهم ادلت. هما ناس كبيرة. مش اطفال. اوكي. وخلي بالك من ضمن الحاجات اللي كان قيلها بوب بايت برضو. من ضمن القواعد بتاعته في التدريب. واحنا قلنا قاعدة اللي هي ان الكبار ده. يعني هما اطفال في اجسام كبيرة. فلازم الترينيج بافهاني ولطيف ولزيز. حاجة تانية. ان الكبار ما بيجدلوش مع المعلومات بتاعتهم ازاي. انت بدل ما ممكن تبدأ تشرح الحاجة. خد رأيهم. يعني ازاي. فوقات كتير جدا. مثلا في تدريب كنت بدي عن خدمة العملة. المفروض اقول لهم ايه المفروض. مميزات خدمة العملة كويسة ومميزات خدمة العملة السيئة. ممكن لما اقول لهم الكلام ده يعود يجدلوا معايا. لان انا نلاقي للك كلام ده. انا ببدأ معهم التدريب ازاي. بعلق ورقتين على الحيطة. وبقول لهم اكتبوا هنا اسوأ تجربة خدمة عملة انت مرتوا بيها. يعني انت بتتعامل مع خدمة عملة اقول لي اسوأ تجربة كانت صفاتها ايه. وافضل تجربة خدمة عملة انت اتعاملت معاها. بقول له حط نفسك مكان العميل. طب هو طلعه للحلوة والوحش. يعني هو المسوأ. وصفات الافضل خدمة بيجدلوا. مش هيجدلوا. لان الحاجات دي طلع منهم. ودلا عايزة وصلوا اصلا. وبعض اتناقش معاهم فيها. وقول لهم ايه اللي خلا دي حلوة و ايه اللي خلا الصفات دي وحشة. والمفروض بعد ما تشتغل صور الورقة دي عشان لما تنزل تشتغل. انت بنفسك لما حطيت نفسك مكان العميل. شفت ان الحاجات دي لازم تحصل معاك. وشفت ان الحاجات دي ما ينفعش تحصل معاك. فبتبقى دبستهم. فبوب بايك قال ان الكبار ما بيجدلوش مع افكارهم. انا مطلع الافكار منهم. فعلى قد ما تقدر تطلع الافكار منهم. فده بانج. فقييم التدريب ده بقى في الاخر. دي اخر نقطة نتكلم فيها. هرد على اسئلة بعد ما شوف اخر نقطة دي. انا انا عرف ان المحتوى مش قليل. يعني المحتوى ده بتشرح ممكن في شهر يعني. بس احنا قلنا نعمل overview بشكل عام. ونشوف برضو مع ادارة الصفحة. تمام لو محتاجين اي حاجة بعد كده انا تحت امرك في اي وقت. اي موضوع نتكلم فيه بشكل كبير يعني. احنا عندنا هنا بقى تقييم التدريب. تقييم التدريب. وقيمه ازاي. عشان في التقييم بتاعي ده كان effective وكان فعال ولا لأ. اول حاجة وانا جوه التدريب. حاجة اسمها reaction. الردود الفعل. الردود الفعل. عن طريقي بيسأل ولا لأ. متجاوبين معي ولا لأ. مركزين ولا تهانين. الكلام الجميل ده كله. تمام? وعن طريق كمان انا ممكن لو التدريب اكتر من كم يوم. بدخل عليهم في اول يوم بحاجة اسمها happy sheet. sheet كده. بقدر اعرف منهم مدى ساعدتهم بالتدريب. يعني ايه رأيك? هل التدريب اليوم كان على قدر توقعاتك ولا لأ? هل في حاجات انت محتاج تعرفها? ما تقلتش النهاردة. طب انت ايه اه الحاجات اللي انت محتاج تتطبق الفترة الجاية عشان الترينينج بقى كويس وهكذا. حاجة تانية learning بقى ايه تعلمه ومتعلمه ولا لأ? عن طريق ايه? عن طريق ايه? عن طريق لا نسألهم. عن طريق كويس او تست معين بدهولهم? عن طريق بخليهم. يعني حاجات من هذا القبيل يعني. مراجعات معينة بنعملها. فبتأكد هم تعلموا ولا لأ? حاجة تانية behavior. السلوك اتغير ولا لا? يعني اكتسبوا المهارات بشكل كبير ولا لا? تمام? واكتسبوا الاتتتود اللي انا عايز ادغولهم ولا لا? ده عن طريق ايه? يعني خلاص انا دربتهم ومعلوماتهم كويسة واكتسبوا المعلومات. بابدأ بقى عن طريق التطبيق. يعني اه بعمل معاه رور بلاي دور معين. اه بديله كيس معينة. اه حالة معينة يطبق لي عليها. حاجات من هذا القبيل. وبعرف سلوكهم اتغير ولا لا. اه بنزل معاه في الشغل بتابع الدنيا دي بشوفه في الشغل اللي بتعامل مع العمل ازاي? بيطبق الحاجة ازاي? في حاجة تانية بقى النتائج دي بقى بتبقى يعني في بعض الشركات بيبقى في نتائج شورت تيرم انه بعد ما العميل بيخلص او بعد ما الموظف بيخلص تدريب بيبدأ نعمله حاجة اسمها تست كول. مكالمة كده اختبار معين بنشوفه. او بتعامل ازاي? او بنسمع له مكالمة مع العملة. ده مسلا حاجة او تست معين اختبار معين تست بندهولهم بنشوفه. ناتيكتو كانت عاملة ازاي? وبعد كده على اللونك تيرم بقى بنشوف على المادة الطويل مدى يعني مباعاته كانت عاملة ازاي? على حسب برضو هو بيشتغل ايه ووظيفته ايه? بده تقدم مستوى عامل ازاي? الكيبي ايز بتاعته نتائجه الشهرية عاملة ازاي? وهكزا. بكده احنا خلصنا السايكل بتاعة التدريب او بنسميها الايز دي او بنسميها الايز دي كده 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 لها مساميات كده 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 اللي هو تصميم الحقائب التدريب او اااااا تصميم التدريب تمام? او طيب انا كده خلصت كان فيه اسئلة كده relentless بعد اذنك اقوى شيء في الانترفيو بيحتاجو معلش يا اسلام من ناحية ايه في سؤال بس من ناحية السيفي يا دكتور سيفي سيفي من ناحية السيفي ده 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 في اي وظيفة عموما صح ايوه طبعا تمام بص من ناحية السيفي وبس الموضوع ده هيتول شرحه جدا انا عندي تشانل على اليوتيوب انا شرح فيها السيفي يعني انا وريكم لتشانل هبعث لكم على الشات ممكن حضرتك لو كده تبعتلي لينك لقناة حضرتك على اليوتيوب اه تمام ماشي يا حمد انا هبعثها لك وهبعث لكم على الشات دلوقتي لينك القناة انا عندي على القناة جوا هتلاقوا فيديو اسمه السيفي ازاي نكتب سيفي وكمان كمان انا في حاجة ممكن اعمله قريب بس ايه حاجة في موقع اسمه لينكد ان في حد يعرفه حد يعرف لينكد ان اه يا مستر عارفين لينكد ان عارفين لينكد ان عظيم جدا ممكن ايميل حضرتك طيب اه لينكد ان ده تقدر تدخل عليه تعمل ابديد بس للمعلومات بتاعتك وتقدر تعمل دونلود للسيفي يعني هما بيعملوا اوتوماتيك سيفي بقى شكله جميل جدا بالسنة انا هبعث لكم لينك للقناة حالا على الشات وهبعثه لأحمد برضو عشان نبعثه لكم انا بعثه على الشات بتاع زوم وابعثه لأحمد على الواتساب بعد من خلص على طول اوكي في فيديو كمان على الانتروفيو طيب في اسئلة تانية انا بعدت لينك القناة ماشي لو انا اعمل تدريب عملي على توصيدي كده يا فاطمة طيب في حد جماعة عنده اي اسئلة تانية شباب حد عنده اي اسئلة لا تمامي دكتور كل حاجة واضحة وشكرا جدا لحضرتك شكرا شكرا لجي جدا انا يعني هو الترينيج ده او هو سريع جدا انا اكيد ما قلتش كل حاجة بس اعتماد ان هو يبقى مفيد انا بصراحة انا كنت يعني موضوع تصميم التدريب ده انا ما كنتش عارف انت تبقوا محتاجين ولا لا بشكل كبير بس ان شاء الله يعني يفيدكم لان هي دي اصعب حاجة في حاجة تانية بيتسموها برضو ما انساش يا جماعة برضو عايزين نفتكر ان انا عشان بقى مدرب قوي لازم بقى عندي خبرة ومعلومات في الحاجة اللي انا هدرسها للناس مش اي كلمتين انا باخدهم واقف على الستيج ودرسهم وخلاص لا انفعش ده ده مش ترينر خالص ولازم اركز على مجال معين اتخصص فيه تمام مش اي حاجة وخلاص انا موجود فيها اوكي عشان ابقى قوي في حاجة الحاجة التانية احنا درسنا ازاي نعمل تدريب والكلام ده كله في بقى حاجة ليه presentation skills او مهارات العرض اي محتاجة practice محتاجة تمارس بس برضو انا ممكن ندور على فيديوهات على اليوتيوب وانا ان شاء الله ممكن اعمل فيديو قريب عنها بازن الله نلخص الموضوع ومس صعب بس محتاج ممارسة ازاي توقف قدام ناس وازاي تتكلم ونبرد صوتك تبقى عاملة ازاي والتفاصيل دي كلها طب انا كن سعيد جدا اللي موجود معاكم النهاردة يعني وان شاء الله كن موجود معاكم مرة تانية بازن الله واتمنى تكون السيشن دي كانت مفيدة وشكرا لكل القائمين على العمل ده يعني مشكرهم جدا وحاجة محترمة منكم ان انتم في الجامعة تبقوا مهتمين بانشطة زي كده شكرا لكم شكرا بكل اللي تواصله معايا وشكرا لحمد حسين شكرا فاطمة بس عشان انا جاوبت على سؤالها ده انا اتشرف جدا يا اسراء والله انا اتشرف جدا شكرا شكرا يا محمود بالنسبة لي فاطمة موضوع تدريب المدربين ده يعني ما ببقاش اونلاين يعني ما تخديش اي تدريب مدربين اونلاين لا وفيه اماكن كثير جدا يعني فيه اماكن فيه انا كنت اخد في مكان اسمه سلاسكا تمام فيه دي المفروض دي جامعة فرنسية فيه اماكن كتير بقى تانية يعني ممكن ابقى ابعت الاماكن دي لحمد حسين اماكن فيه اماكن انتروناشنال وفيه اماكن عادية محترمة جدا وسعرها بتبقى كويس شكرا عشان التدريب اصلا بيبقى شهر ونص تقريبا او شهرين بيبقى مدته طويلة عشان دي يعمل براكتس وتتدربه هناك وتاخده فيدباك والكلام ده كله يعني بس التدريب المدربية بيعلمك ازاي تبقى مدرب مش بيعلمك تدرب ايه المحتوى ده بيبقى المفروض انت عندك محتوى وانت قوي في حاجة عايز تنقلها للناس شكرا جزاكم الله خيرا شكرا والسلام عليكم انا بس في الشات احمد حسين بعت رقمه عشان تبعتوله فانا هسيب زوم شغال شوية عشان تاخدوا الرقم والسلام اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة